موسيقى موسيقى السلام عليكم فيه فنانين فنانين نجوم وكبار جدا جدا يمكن اسمهم ما بيتكتبش اول اسم ولا تاني اسم حتى لكن ليهم مكانة جميلة جدا جدا عندنا مجرد ما تشوفهم لازم تبتسم ممثلين عيار تقيل ممكن دور مساحته صغيرة هم يصنعوا منه دور رئيسي باجتهادهم ومجهودهم وقبلهم وحضرهم وخبرتهم ضيفي اللي معايا دلوقتي انا فرحانة جدا 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 انه قبل دعوتنا لانه بقالي كتير قوي ما شفتهوش والحقيه متشرفة بيه وما حدش يقدر ينساه لو قلتلكم انه كان عامل دور مهم جدا في مصرحية وجهة نظر ضيفي الفنان العظيم الاستاذ مجدي عبد الحليم ازاي حضرتك اهلا بيك متشكر جدا على كلام الكبير او كلام الجميل حقك ربنا يخليك فيه انا مش بجامل والله انا اللي اتنورت وتشرفت انا اتشرف ان انا معاكو في برنامج بنت البلد ما شاء الله عليك على حضورك وعلى برنامج قد ايه بيقدم حاجات جميلة ربنا يخليك كلنا من متابعين الحمد لله ده انا متشرفة ومبسوطة بوودك والناس كلها مبسوطة ربنا يخليك وانا واثقا ان اي حد بيشوفك لازم يبتسم ويفتكر دورك في وجه النظر شكل جدا طبعا اشمانة رغم ان انت عملت عدد كبير جدا من الاعمال اكتر من 300 عمل 350 عمل اكتر من 350 عمل اتكرمت في الاربت مرة لقيت مكانمات من السعودية ومن الكويت ومن كل الدول العربية الحمد لله فتخضيت بقى بصيت كده على هم عاملين اللي شوريل كده للأعمال فأعمالي طبعا مع الفنان محمد صبحي والفنان سعيد صالح والفنان من الشلبي والجيل الكبير الجميل اللي انا تعلمت منهم مدرستي الكبيرة في الكوميديا ومدرستي الكبيرة في الالتزام اتخضيت قلت يا خبرة بيط وساس فان المهندس كمان مش قدرانسة طبعا وكبار المخرجين أستاذ نادر جلال يا سلام أستاذ نادر جلال وأستاذ حسين عمارة يا حبيبي والأستاذ محمد رجائي أعمالي في عم فؤاد يا سلام وبجي وطمطم لو بتفتكريني موزة طبعا وعم فؤاد عدت سنين أعمل بطولة عم فؤاد في سنة مسنين سنة تسعين عملت عم فؤاد في الميم تسعين كانت بطولة شبه بطولة مع الفنان حسين الشربيني عدت بعدها أعمل كذا سنة مع الأستاذ فؤاد المهندس عملت مسلسلات مع الأستاذ حسين عمارة آه يا حبيبي يعني الحمد لله تشرفت إن أنا شغلت مع كبار المخرجين بس لما بقعد أفتكر ولاقي الناس لسه فكراني والأعمال دي لسه بتتزع لحد دلوقتي الناس فكراني ده أنت ده أنت يعني في قلوبنا آه الحمد لله ومش عايز أقول لك تحديدا بقى رغم أن أنت عملت مثلا 350 عمال هذا النجم العظيم الكبير المسرحي الراقي الرائع أنا مدين لي والله والأستاذ نين الرملي رحمة الله عليه طبعا الله يرحمه والله كلنا مدينين لهذا السنائي طبعا أنا كنت عملت قبل كده عفريت لكل مواطن حقاقا للحق في المسرح الكوميدي مع الأستاذ محمد أبو داود كانت تأليف الأستاذ نين الرملي اتشافت من المسرحية دي واتخذت في وجهة نظر كنت عامل في مسرح التلفزيون أعدت فترة كده أعمل مع الأستاذ يوسف عثمان مسرحي اسمها المالكي أبحث عن وظيفة فاتشافت من خلال مسرحة التلفزيون فاتخذت بقى في القطاع الخاص من أعمالي وجهة نظر بس أنا عملت في قطاع الخاص مسرحات كتير مع الأستاذ يومي الشلبي ومسرس سعيد صالح يعني فترة ده من حظ الحلو اللي مؤسسني صح واللي مخلي عندي صبر وجلد وأن أنا تمام الحمد لله أنا عملت تاريخ وعملت أرضية وعملت مسيحة وعملت حاجة عايشة في قلوب الناس وحتى أدواري مثلا مع الأستاذ نادر جليل حرب الجواسيس ومسلسة الكيكة على العالي الأعمال دي لسه بتتزيع دايما أيوة أنت موجود يا حبيبي جدا أعمالي مع المخرج مجدى بعميرة يا سلام زقاب الجبل الملك المال والبنون السير الهلالية عدت أعمل مع الأستاذ مجدى بعميرة أعمال لحد النهار ده المال والبنون لحد النهار ده زقاب الجبل اللي بدأت بيها أنا وفاق عامر لو تفتكري دوري في زقاب الجبل صاب العلمة الأدوار دي لسه النهار ده بتتزيع فمخليها لسه لها حضورة عند الناس ما تنسيتش أنت ليه دايما عملت تقول أنا لسه لسه الناس عارفاني لسه الناس فكراني أصدني بقالي كتير قوي ما بشتغلش بس أنا عارفة أن أنت بتعمل مصرحية لأيام الحمد لله فضل الله ونعمة أنا طبعا مقبوط في المصرح الكوميدي يعني مصرحية بتتعرض حالين أنت شغال فيها ودي مكسرة الدنيا الحمد لله ده أنا كل مفتح سوشيال ميديا إيه ما شاء الله الجمهور الله أكبر ربنا يزيد فضل ربنا علي الحمد لله وهي مصرحية من مسارح الدولة مصرح الكوميدي المتاج المصرح الكوميدي بإدارة أستاذ ياسر التوبجي الفنان ياسر عظيم فنانين زي شام اسماعيل النجم الجميل طب أنت شغالة هم ما شاء الله ده آخر حاجة دلوقتي أنا عدت فترة أنا عدت فترة كبيرة ما بشتغلش رحت السنة كده من السنين عملت موزيع على مصرح في سلطنة عمان للأطفال كده الله سفرت كده مرة خدوني في مارجان تسوق عملوا لي دعوة ورحت مع الفنانة وفيه الحلو عرضت هناك ولما رجعت قلت السنة أنا مش هسافر فسعيد بقى لما لقيت سنة زي ياسر التوب جي بيعمل رواية بتاعت طيب وأمير أنا سعيت لها بصراحة لأن أنا السنة دي هطلع معاش يمكن لما جي هطلع معاش بقى يبقى آخر رواية طلعت مش آخر رواية يمكن تكون دي البداية بالنسباني لمرحلة أدوار تانية وأن أنا أخد مساحتي حتى في المسرحي في المسرح الكوميدي طبعا أنا كنت أعمل قبل كده سعالوك أربح الملون مع الفنان من مدوحوا فيه كنت أعمل مع الأستاذ البياد الخولي أعمال كتير مع الأستاذ أحمد أبعزيز في المسرح الكوميدي مع الفنان عيدة فهمي مصرحية أنا الرئيس مع الفنان سامي حسين أنا عادت طول ما أنا موجود في المسرح الكوميدي أنا بشتغل على طول عشان ترحضل أنا عارفة نعم موجود أنا عارفة أنا فكرة أنا متابعك وأنا زملتك في مصرح الشباب طبعا أنا متابعك انت باش الله يعني مطلوب جدا جدا الحمد لله وكمسرحي متربي على دين الأكابر آه الحمد لله انت ليك وجود تقريبا سنة يعني كل سنة انت ليك الحمد لله على طول على طول الحمد لله موجود حتى لو ما كنتش موجود في المسرح بعمل للطفل كمان مسرحيات الصبح كده في المدارس يا سلام آه أنا بكتب وبخرج وبعمل حاجات مع منتجة كده بنزل للمدارس واعرض لهم حاجات أنا وفنانة راندا فنانة مية عبد النبي الله فنانة نهايد رجدي قعدنا سنين لحد النهاردة أنا فنان أبو الليف وفنان هدي خفاجة فدي خفاجة يعني كل فترة أنا بكتب وبخرج لنفسي وأعمال للأطفال عشان أفضل دايما موجود مع الطفل لأن أنا من عشاء طبعا أعمال الطفل وفاكرة طبعا بجي وطمطم موزة سنين عم فؤاد فدايما مصر أنني أبقى موجود مع الطفل برضو مقدرش والحمد لله أنا في نعمة نعمة كبيرة قوي إيه كان أولا حلوك مفرح أنا قوي إنت ما فكرتش يعني أنا بقولك أنت راضي عن اللي إنت فيه لا الحمد لله ما فكرتش رغم أني ممكن حد تاني يقولك لا أنا كان نفسي أخد فرص تانية في أدوار مختلفة اللي هيجيلي من نصيبي اللي مش هيجيلي مش نصيبي اللي هيجيلي بتاعي مش هيجيلي مش بتاعي يمكن يكون لأن الحتة دي من خلالي أعطر أعمال كتير لكن لو كنت نجمة مثلا أو بطل هقدر أنتخي وهقدر يب دور واحد وفضل قاعد عليه لكن أنا لو بمثل بحل كل حاجة شريك بتسأل سؤال بس أنت جاوبت عليه يعني أنت جاوبت عليه قبل ما نسأله فكرة أن أنت لو ما بتشتغلش مصرح الدولة لك مصدر رزق تاني فأنت قلت لي أن أنت بتسعى وبتعمل مصرحيات أنت اللي بتكتبها وتخرجها طب هقولك حالة كمان أنا بعمل مسلسلات كمان على اليوتيوب بعمل أعمال لها مثلا صديق لها مكاتب باسم مجد سعد وأنا بخرج وبعمل وبجمع الشباب بعمل زي ورشة أعلم الناس ديبتك صبر مصدر داخل طيب لو ما تيش بسيط بسيط هي حاجة بسيطة بس أنا عشان دايما أشتغل برضو على تراصة نجيب الرحاني والأعمال القديمة أعملها زي مسلسلات كده عملت حاجة سمها الدولة لما تضحك عملت حاجة سمها ناس حلوة إزاي نبقى حلوين مع بعض يعني حاجات اجتماعية كده ومستمرة موجود فيها على طول ما حلمتش فترة من الفترات أن أنت تغير نوعية الأدوار ولا سمح لي لما أنا تغير لزمان لو تفتكري مع الأستاذ الندر جلال أنا عملت أدوار مختلفة لو فيكي على قال لي كنت عامل شخصية خير ملاش علاقة بجسمي ولا علاقة بتيبي ملاشي علاقة بتيبي ملاشي علاقة بتيبي ملاشي علاقة بتيبي ملاشي علاقة بتيبي فحضرتك مثلا محصور في شكل معين هم اللي حصريني لما عدت فترة زمان في القهواجي لكن لما جي الأستاذ الندر الجلال وحطيني في دور صاحب الكبري اللي هو طمعان في اللي حواليه المخرجين هم اللي بيحصروك مش كدر بتحصر نفسك يمكن يكون لونك أو تيبك لأ أنت لو بصيته للممثل على أنه هو ممثل جيد هيعمل كل حاجة وأنا أقدر أقولك عملت كل حاجة برضو بص في حتة كده عايز أتكلم فيها بس مش عارفة حتدايقك ولا لا تفضلي لا كل حاجة دا حتأمرك كده مش هتدايق مني لا مش هتدايق لا والله كان فيه كده يعني مشاكل شخصية طاغت شوية على يعني حضورك الفن على حضور الفن ممكن صح مشاكل هي المشاكل اللي أنا أتحطيت فيها دي بسبب طبتي وبسبب أن أنا بقبل وبسبب أن أنا ما ببصش ما بانطقيش عارفة عارفة ممكن تكون مش مساعدة أكل العيش طب نوضح للناس كانت إيه تفضلي لا وضح أنت أنا هو اللي هو كان كليب كده أنا مكنتش قاصة دي أعمل كليب ولا حاجة أنا أنا مش مطرب ولا حاجة بالعكس بلغم أن أنا مولوجست أساسا بس قصة إن أنا جيت بعمل فيلم اسمه سيلكاريان فيلم من الأفلام البسيطة اللي قريلت التكاليف لأن أعدت فترة الشعر مع الأستاذ سعيد صالح والأستاذ جون الشاري بأفلام سمو أفلام من أولاد فأنا قلت يمكن الفيلم ده من نوع المقابلات لأن أنا بطل فيه وأنا بأعمل الفيلم المنتج عرض عليها الكليب أقولهم ده مش هينفع أقول لأ ده مش مطرب أنت بس إيه بتطلع معاك كده طول ما أقول ده مش هينفع ينزل هو شوية الناس كان أعترضوا أعترضوا على اللفظ وعلى الحاجات أنه كان أنا أصف واعتذرت والله ما نعرف عشان كده إحنا بنقول كان يعني خارج مش ملتزم مش أخلاقي أنا كنتش قاصد والله واستغربناه منك أه مش أنا اللي كنت عام اللي هم أنا وانا بصور استغربنا منك أن أنت حضرتك توافق أن أنت تبقى موجود في الإطار اللي هو أخلاقي ده لا أنا وانا مثلا بصور وانا كنت بصور في الفيوم الفيلم اللي هو فبيصوروا الكليب فأقولت لهم ده مش هينفع ده كذا كذا قالوا لي لا ده مش هنزله ده ده هي أنت فهمها غلط أنا فهمت ممكن يكون لما يعني اللي أنت فهمه في الموضوع حتة الجناس أو حتة اللفظ التورية اللي فيه ده إحنا مش هيبقى واضح لأننا اتخدعت اتخدعت بسم الطيبة يعني اعتذرت وأعتقد بتكرر دلوقتي اعتذارك تاني كتير بكرر اعتذاري طبعا أنا لازم أنطقي لازم الفنان يحافظ على تاريخه وينطقي ويقول لأ لازم أقول لأ مش عشان أنا في الفيلم لازم أعمل لأ لازم أقول لأ لازم الإطار يبقى محترم ويليق بيك لأن انت تاريخ محترم يا مرد بجد حاجة تانية برضو شخصية كان في مشاكل بينك وبين زوجتك لا وبصي هي يعني المشاكل بتاعت الحياة دي مش هتقدر تسيبنا في حالنا أيها بس أثرت علينا شوية لا يعني تم إعلانها على سوشال ميديا وكان في حبس وحاجات زي كده لا الحاجات دي كلها كانت برضو هي القصة مش هي مش عايز أتكلم فيها لا لا برحتك يعني وبتدايقني بس هي قصة أننا الحاجات دي كلها كتصفحة كده واتطوت خلاص خلصت ما بقيتش بقى تجاوستها الحمد لله تجاوستها الحمد لله عدتها الحمد لله طب بتفكر تاني في الارتباط ولا لا أنا مرتبط أنا مرتبط للوقت الحمد لله عندي زوجة الحمد لله الحمد لله ربنا يا ربي يحفظها لك يبارك لك فيها ويسعدك الحمد لله طب في جديد غير طيب وأمير أنا سمعت أنها هتتعرض في المهرج مهرجان القومي المصرح مهرجان القومي المصرح برئاسة الصديقي الزميل المحترم الراقي ياسر الطب محمد رياض هو رئيس المهرجان محمد رياض محمد رياض رئيس المهرجان طبع هو شرفنا على فكرة تفرج على العرض وعجبه جدا والله عشان كده العرض هيتعرض في المهرجان بإذن الله إن شاء الله يعني بقى لي فترة كبيرة يمكن السنة دي عملت مسلسل رشيد أيوة مع أستاذ مية ممدوح قبلها عملت من سنين عملت مسلسل مع أستاذ كاملة أبو ذكري سميت وش أنت مع الأسلزة الكبار كل فترة يعني مية كتعملة تحية جميلة لمية ممدوح رشيد كان مسلسل في رمضان اللي فات عظمة من حظي الحلو ومحمد ممدوح وريهام عبدالغفور أنا بشكرها طبعا بشكر مدام ممدوح هي طبعا يعني كتأول إخراج لها لكن أثبت عظمة أنا كنت معها قبل كده بقى في لحظات حارجة أنا أعرف ماي من زمان لا إنت طب مجزي أنا مبسوطا أنت جيت جدا ويا رب قابلك دايما وإنت فرحان عايز أقول لهم بس المخرجين والمنتجين رفقا بالجيل بتاعنا شوية كده مش عايزين ما كاتب الكست والحاجات اللي هي تستسهله وتجيبه ناس مش مش هتعرف تمثلنا صح على الشاشة لما تجيبه فنان هاتو فنان صح إحنا مش هنكلفكم كتير قوي الجيل بتاعنا يعني فبناشدهم بقول لهم رفقا بنا لأننا بيوت مفتوحة وعندنا أولاد وعندنا ناس لا مفيش حاجة هتقضي حاجة في الغلاء اللي إحنا فيه فبقول لهم لو سمحت خدوا بالكم من مجد عبد الحليم هو أمانة في رقابتكم ده الطلب لنا بطلبه إحنا المنتجين والمخرجين يتشرفوا بوجودك ممثل محترم راقي خبرة تربى على إيد الأكابر ده كفايا أنت اشتغلت مع أستاذ السناء جميل الأستاذ فؤاد المهندس أستاذ محمد صبح لا 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 عمالقة بصراحة تعلم منهم كتير ربنا يخليك أتشرف بوجودك ويا رب دايما موجود معنا متشكلة جدا جدا وجودك أنا المتشكل جدا شرف بنا يخليك شرفوا اتنوارتك في الأسف الفقرة الجميلة دي خلصت استنوني الفقرة الجاية إن شاء الله تعيقوا الفقرة الطيبة اللي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى والتعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبشرفني في الفقرة دي مولانا الشيخ حافظ عبد الحليم من علماء الأزهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة شرفتنا يا فندي مؤنس لنا الشرف موصول لحضركوا السادة المشاهدين ربنا يبارك فيك يا رب حضركوا معودلنا في الفقرة دي نبتديها بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة ترضى بها عنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حوائجنا وحوائج كل من قصدنا في حاجة يا رب العالمين اللهم أمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النوري وأهله آمين يا رب صلى الله عليه وسلم مولانا الله سبحانه وتعالى وصف سيدنا النبي بالخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة كانت كل تعاليمه إن إحنا كيف نكون أصحاب أخلاق حميدة وأخلاق حسنة إيه مفهوم حصن الأخلاق في الإسلام الحمد لله رب العالمين والعقبة المتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عشان نفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم حث على دهو ربنا سبحانه وتعالى لما زكى النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن نكل على خلق عظيم وهو النبي صلى الله عليه وسلم افتخر بده وقال أدبني ربي في أحسنة أديبي هللاقي إن الخلق الحسن هو أصلا عليه مدار الدين ككل أصلا يعني مدار الإسلام ككل ومدار كل الشرائع السماوية كلها بتدور حول إن الناس تعيش مع بعض بأخلاق حسن أي يعني خلق حسن هو أن تتحمل الأذى عن الناس وأن يسلم الناس من أذاك وأن يسلم الناس من شر عينك ولسانك ويدك ده مختصر معنى حسن الخلق لو جينا نبصة هللاقي إن الإسلام رفع مرتبة حسن الخلق دي مرتبة فوق بشكل لا تتخيلين يعني لما نسمع أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن وإن الرجل اللي يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم اللي بيقوم بيصلي طول الليل وبيصوم طول النهار يبقى معنى كده إن درجة حسن الخلق دي الدرجة عاملة إزاي ده تاني لما تلاقي إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كده من أول درجات التقوى فأنتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحوها وخالق الناس بخلق حسن إيه علاقة التقوى بحسن الخلق فنتعلم إن في علاقة بينك وبين ربنا العلاقة اللي بينك وبين ربنا مش هتكون نجحة إلا إذا كانت علاقتك بالناس طيبة اللي هي وخالق الناس بخلق الحسن فكل ما تكون علاقتك بربنا كويسة أعلامة نجحة هي إنك تكون مع الناس بشكل كويس يجي حديث تاني بقى ده اللي يخلي الواحد عقله يشت كده شوية النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاق للحظة كده هو يوم القيامة مين اللي هيكون قريب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر عثمان علي الزبير عبد الرحمن بن عوفا دول اللي جنب النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكون معهم التصور بس كده مجرد تصور الموضوع أصلا يخلي الواحد قلبه كده يعني ومهات المؤمنين كمان حيبقوا مع سيدنا النبي إحنا بنتكلم أنا بقولك دول بس على الصفوة الأول وعمهات المؤمنين نضمن إن شاء الله يعني القرب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنكون جنب أمهات المؤمنين فيعني احنا كمان برضه طبعا لو إن شاء الله كل السيدات برضو أن شاء الله طازبوا بحسن الخلق فلاهم منزلة إن شاء الله ربنا يا رب يجمعنا في الجنة مع أمهاتنا وزوجاتنا وإخواتنا يا رب العالمين ومحارمنا جميعا يا رب في الجنة يا رب فالفكرة كلها هو أن حسن الخلق إيه حسن الخلق؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه بعد كده عن مسألة البر إن البر شيء نهيل وجه طريق وكلام لين إنك تقابل الناس بوجه كويس يشوفوا منك ابتسامة يشوفوا منك زوق في التعامل يشوفوا منك جبر خاطر وكلام لين إنك كنت تكون لين معهم في الكلام وفي القرآن الكريم ربنا برضو لما يتكلم عن الموضوع ده فيعرفنا إن رد الإساءة بالحسنة هي من أعلى الدرجات لده ربنا سبحانه وتعالى يحبه مش ضعف أبدا أبدا أنت بتعمل ده تقرب لله سبحانه وتعالى بتعمل ده ديانة بتعمل ده طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى وعلى فكرة حديث كتيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم كلها لما تيجي تبص في قصل الحديث تلاقي إن النبي عليه الصلاة والسلام بيوجهنا لحسن الخلق يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه إيه حسن إسلام المرء؟ يعني إسلامه يكون حسنا إذا ترك ما لا يعنيه أنا لما عود أسأل عن تفاصيل حضرك وحياتك الشخصية تجوزت تطلقت أو عندها ولاد إيه معداش أولادي يشتغلك ما شتغلتش ما ده بيونافي حسن الخلق ما ده الحديث زرده في حسن الخلق بتسميحنا تسميحنا تسميحات الواقع عندنا فضول كده لا 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 ده مش فضول ده قل الديانة نبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه وضد الحسن القبح يبقى من قبح فعل المرء أنه يحشر نفسه في ما لا يعنيه ده إل الدين والله إل الدين نه والله إل الدين وتطبع عورات الناس كده وده برضو كل ده منافي الحسن الخلق النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه ولما يدخل المنه قلبه لا تتبع عورات المسلمين ولا تؤذوهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في عقر داري لا إله إلا الله وفي الوقتين وفي موقف أن يحب فيه نصرته فكل ده منافي الأخلاق وده فعل بسيط جدا أن أنا أخليني في حالي هاخد سواب على كده طبعا أنا بعمل ده عبادا ربنا هو ربنا سبحانه وتعالى أمرني بكده والنبي عليه الصلاة والسلام أمرني بكده تيجي تلاقي الخلق نفسه وحسن الخلق نفسه في درجات أعلاها أنا بس ثانية واحدة بقى قبل ما هيك تكمل أنت قلتلي أن إحنا مجرد أن إحنا لا نتتبع عورات الناس أن أنا خليني في حالي معملش أي فعل أنا مستفيد دنيا هاخد سواب فما بالك بقى بناس ده مش أخد سواب بس ده أنا أخد سواب ولو أنا عندي كمان عورات وزنوب ربنا يسترني محدش يعرف عنها حالي يا رب يا رب فما بالك بقى بالناس اللي من حسن الخلق أنها بتساعد آخرين أو بتساعد آخرين أن هم يعبدوا الله حق عبادته من غير ما يعرفوهم معقول ده بقى الدرجات اللي أنا هقولها بحضرت طيب نتكلم عنيها بس بعد ونشوف التقرير فضل نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا عمل الخير هو اللي هيجمعنا يا جماعة هو ده اللي هنبقى معروفين بيه عند ربنا سبحانه وتعالى النهاردة بكلمت من محطة معالجة وتحليط المياه في البويطي مركز الوحاة البحرية في محفظة الجيز نهاردة الناس فرحانة ومبسوطة أفضل شيء إن انت تسقي إنسان لا سيما إذا كان إنسان منتظر المية دي أو بيحلم بيها أو إنسان متوقف حياته على إن هو توفر له كباية مية نقية وهو ده مش حايز أقول لكم بقى النجاح لا هو ده الفلاح الحقيقي وفيه فرق من النجاح وبين الفلاح النجاح بيكون في الدنيا لما ربنا سبحانه وتعالى ينم عليك بأمر دنيوي لكن الفلاح دايما بيكون مرتبط بأمور الدنيا وأمور الآخرة إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بعمل زي ده يحقق نجاح لك في الدنيا وتنعم بالفلاح له في الآخرة عرفتوا يا جماعة إن الموضوع أكبر من وصلة مية عرفتوا يا جماعة إن الموضوع أكبر من إنك تحفر بير الارتوازي أو بير لتجميع مية الأمطار الموضوع أكبر بكتير جدا إنك توفر حياة صحية آمنة كان صلى الله عليه وسلم يستعذب الماء يلا من الوقت اللي هيقول عاوزين فعلا نعمل اتفاق ذاتي بلا من توصلتوا لإخواننا هنا في البوطي عاوزين نعمل لهم اتفاق ذاتي علشان أدخل ضمن الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يلا من فينا نفسه ينال البر يلا أكيد حضرتك منهم يلا شارك وساهم وحطوا إيدك في إيد نبض الحياة وعمر الأرض هنا في البوطي وخليلهم هنا حياة صحية آمنة نتجمع كده يا جماعة عاوزين نتجمع ونكبر كده الصدقة بتاعتنا عاوزين نعظم الصدقة بتاعتنا عاوزين يبقى لها أثر جميل أثرك هل في بيت ولا في حوش ولا في شارع ولا في قرية أثرك عند ربنا سبحانه وتعالى بعدة حسناتك عايز الكتب اسمك مفيش مشكلة مش عاوز الكتب اسمك زي المتبرعة للنهاردة قالت مش عايز الكتب اسمه يتعمل لي أربع رخامات في المحطة اتنين يتعملوا برا واتنين يتعملوا جوا مفيش أبنى مشكلة طب كتبت عليهم إيه؟ كتبت قلب ذكر الله في طمئين القلوب كتبت عن رخامة التانية ما شاء الله ولا قوة إلا بالله كتبت عن رخامة التالية سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كتبت عن رخامة الرابعة لا حول ولا قوة إلا بالله هي مش عايزة تتقارب الطريق مفتوح يا جماعة مؤسسة طب دي الحياة قدامها محطات كتير بس أول محطة وأول أثر حضرتك حضرتك كنت هتكلمني قبل التقرير عن درجات الطعاط أو درجات حصن الخلق وطبعا أعلىها حصن الخلق مع الله سبحانه وتعالى ثم حصن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم وحصن الخلق مع الأبوين وحصن الخلق بين الزجين وحصن الخلق مع الناس بصفة عمبة سواء كانوا الجيران أو الأرحام أو زمال العمل أو حتى ملاهم حقوق علينا زي أهلنا اللي احنا بنقدم لهم الخدمات والهدايا دي ده جزء من حصن الخلق اللي بيخلي علاقة بيننا وبينهم احنا ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا ان احنا نكون وسطة خير بين أهلنا اللي هم أكثر احتياجا وبين أصحاب الأموال اللي عاوزين يتبرعوا وعاوزين يتصدقوا وعاوزين يعملوا قربة لله سبحانه وتعالى فبنكون بينهم وسطة خير وده برضو باب من أبواب حصن الخلق انك انت تكون سبب في تفريج كرب حد أو انك انت ترفع هم عن حد او انك تلاقي حد حتى من طلب من طلب أساسيات الحياة وزي ما حدرتك قدمت كده وقلت قبل ما نطلع التقرير قلت انت بتعين ناس على العباد ده جزء واحد ده جزء هو طبعا جزء مهم جدا ولكن جزء مهم من عدة أجزاء انت بتقضي بهم حاجة الناس في مسألة انت توفر لهم احتياجهم من المياه حضرك قلت حاجة قلت انهم أصحاب حقوق علينا واحنا ما نعرفهمش ايوه طبعا يعني للدرجات دي ربنا بيكرم هؤلاء الناس المحتاجين ويجعلهم أصحاب حقوق ايوه طبعا ليه البلاء سنة كونية وزي ما فيه انسان بيبتلى بالمنع فيه انسان بيبتلى بالعطاء فهو الآن فيه ابتلاء العطاء احيانا بيبتلاء طبعا مش احيانا هو ابتلاء يعني الاغنية قوي قوي الدور اللي عندهم حاجات فلوس كتير وطيارات وشعر يا فندم انت لو بس انت بتلاقي شغلتك فضل في الحر اللي احنا فيه ده واحد بيشتغل فضل واحد شغله في الشمس ما ده ده عطاء من الله سبحانه وتعالى واختبار هتشكر ولا ولا هتنقم على الوظيفة اللي انت فيها دي وتقول يعني طب ما هو اللي عنده طيارات كتير بيشكر حياتك بس ما بقى والله كل واحد وشكره ما هو الشكر بالبادل بالعطاء الشكر مش لحده لللبس بالكلام مش كده مش ان انا ابوس ايدي وشه وضهر لا ده لازم يكون فيه عطاء عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الزكاة فرضها من جنس النعمة اللي ربنا انا عم عليك ديها في زكاة اسمه زكاة الذهب اللي عنده ده في زكاة المال اللي عنده مال في زكاة الزروع والثمار اللي عنده ارض بيزرع في زكاة التجارة اللي بيتاجر احنا بقى كلنا عندنا زكاة شكر ونعمة لانا عندي ربنا سبحانه وتعالى موفر للمية من غير تعب والعناة اللي بفتح الحنفية المية بتنزل وقت ما أنا عايز أتوضى بأتوضى بالليل أو النهارة عايز أدخل أخل أنت حمام بأعمل كده عايز أستخدم في غسيل ماشي عايز أشرب ما فيش مشكلة ما عنديش الهم في أن أنا المية دي هتخلص بعد شوية ما عنديش الهم ده ما دي نعمة تحتاج الشكر وده عطاء من ربنا سبحانه وتعالى يحتاج الشكر هل أنا شكرت لو ما شكرتوش دي الصورة المحطة التحليل اللي حضرتك أنت عرضها لنا دلوقتي دي صورة من صورة الشكر في ناس شكرت ربنا سبحانه وتعالى بدي إيمان إيمان الله يسعيدك يا إيمان البويتي وأنا عارفة أن إيمان ما بتحبش بس أنا حب أقول اسمها دايما إيمان هي اللي عملت محطة البويتي والحقيقة إيمان كمان شوف بقى شوف المتعة اللي دقتها لما تم إنجازها هذه المحطة في هذه المكان النائي اللي كان بيعاني من من مياه غير صالحة للاستهلاك البشري مليانة نحاس وحديد وشاء ربنا أنه يجي في وقت كمان المحطة بتاعت القرية اللي جنبهم يحصل فيها مشكلة يا سبحان الله فشوف بقى ربنا رضاها بإن مش بس يعني 20-30 ألف واحد يشربوا لا ده القرية فقررت تعمل إيه تتوصل بمؤسسة نبض الحياة وتقول لهم أنا عايزة أعمل كمان محطتين فيقول لنا يعني تشاركي تقول لأ محطتين كمان أنا هعملهم بشكل كامل وحدي مش عايزة حد يشاركني السواب تفتكري ليه؟ بص أنا معاعد تفكر بصراحة لأن كمان أقام كبيرة أول حاجة الواحد تتفكر في الص محطة هتكلف لها 200 ولا 250 ألف جنيه مش يعني مش حاجة بسيط رقم كبير لا وهي كمان مش يعني هي مش مش سيدة أعمال من اللي هم المليارديرات ربنا يوسع الجميع ربنا يزدها ويكرمها إنما الغنى غنى النفس والله والله الغنى غنى النفس والله وإحنا نطول لا أنا بقول ليه يعني هي مش صاحبات مليارات يعني أنت إيه اللي جيه في زهنك؟ اللي جيه في زهني إن أولا غيرانا منها ودي غيرها محمودة يعني دي اسمها غبطة دي غبطة محمودة الغبطة محمودة ونفسي يبقى زيحة جدا لأن يعني اللي جيه في موخي إن الست دي لا تمتغي إلا رضوان الله ورضاه وربنا أكيد دوقها إحساس عظيم هي دي بقى هي دي فحبت تنهل منه تاني هي دي بقى إن أي حد بيعمل عمل خير بيرجع له تاني عشان هو ده حاجة حلوة في حاجة حلوة حصلت في حياته في حاجة حلوة حصلت بينه بين نفسه في حاجة حلوة حصلت مع أولاده حاجة حلوة حصلت مع زوجته مع زوجته أو زوجها حاجة حلوة حصلت معافل عمل في الشغل حاجة حصلت في ماله إن ربنا سبحانه وتعالى بريكله فيه أو أخلف عليه في حاجة حلوة عشان كده ذاق طعم الإيمان الإيمان ليه طعم الإيمان ليه حلاوة كده ليه طعم الإنسان بيدوق عشان كده بيرجع له مرة واثنين وتلاتة ومش بس لنفسه بس ده بيدل الناس عليه كمان بيعرف الناس بيه فهي أكيد دائت حاجة ممكن تصراح لنا بيها ممكن ما صراح لش ممكن نفسها هي هي ممكن ما تقدرش توصف الإحساس ده كمان بقول وده من لعمة ربنا سبحانه وتعالى الصحابة كانوا بيشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إن هم أحيانا يعمل الرجل منهم العمل فيجدوا أن الناس قد عرفوه ده أنا عملته بالليل الناس تعرف ليه العمل ده فيقول تلك عاجل بشرى المؤمن فدي بشرى الله سبحانه وتعالى يعجلها للمؤمن فتخيالي لربنا سبحانه وتعالى اتدخروا عنده عمل ايه إذا كان النعيم اللي في الدنيا ده خلاني إن أنا أساهم مرة واثنين وتلاتة بمبلغ طائلة معلش ده مش ألف ولا اتنين ولا خمسة ولا عشرة أرقام بمئات الألاف وأدور يعني تروح تتصل بغيرها وتقولهم تعالوا في المكان ده إيه اللي خلت يعمل كده فهي في حاجة ربنا سبحانه وتعالى نورها يعني حثت أخوها الفاضل لأنه مش عارفة اسمه إنه هو كمان المهندس هو برضو أظن مهندس وتكفلك بمسجد برضو قالت برضو أنا عايزة الوحدي أنت بتطلعي الأسرار كلها مرة يعني أنا فرحانة بيها والله فرحانة بيها ويا رب يكتر من أمثالها آمين يا رب يا رب أي حد بسمعنا دلوقتي يبقى لي نصيب في أي خير عمل خير مش هنبقى زي إيمان ولو أن يعني ربنا يكتر من أمثالها هي والأستاذها عبير وأختها ومشاء الله والمهندس راشد وزوجته أولاده آمين يا رب ما شاء الله حدك حفظة أسمائهم آه لأ عبير أعتقد وفايزة صاروا علامة آه لأ أنا لسه بقول للأستاذ عبدالعزيز أنا نفسي قبلهم يعني نفسي همنا عن ناس دي كده واتقانس بيهم وإحنا حاولنا والله حتى نتصب بيهم وراء ونسجل معهم بس هم سبحان الله يعني طب ما تيجي نشوف تقرير لحد ما تشوفهم وإحنا اليوم في استضافة حضراتكم وشرفنا طبعا حضرنا داخل قرية البلهاسي مركز سموسكا محافظة بنسويف الفايدة الكلية النهاردة تحققت بإقامة هذا الصرح العظيم والمحطة اللي احنا بنفتتحها النهاردة مع حضراتكم لخدمتكم ولخدمة أهالي القرية وسعينا أن احنا مش بس نوفر المية ولكن نوفر من المية أحسنها كان نفسنا الحج فايزة والحج عبير يكونوا موجودين ويحضروا الفرحة به لأنهم المتبرعين عشان يشوفوا هم وصلوا حد في ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل منهم وأن يجعلوا في موازين حسناتهم وأن يكثر من أمثالهم وأن يغفر لموتاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يهدي لهم وأبناءهم وأن يقصن ختامهم وأن يجعل هذا في موازين حسناتهم يوم القيامة إن شاء الله وعايزين نكون فيه الحج فايزة والحج عبير كتير كتير في كل حتة لأن إخوتنا في الصعيد محتاجين مئات المحطات من محطات التحليل عشان يشربوا كوب ماء نظيف دعا له الله في موازين حسناتكم وحسناتنا جميعا يوم القيامة الله رحيم فرحانوا النهاردة بالمية دي والله بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة خالص يعني نعم ربنا نعم علينا أن ربنا بعث لنا الخير دي نعمة الحمد لله ده نعمة أكبر نعمة نعمة المية طبعا لازمنا نفرح طبعا المية الكويسة وكل حاجة كويسة أن الناس كلها تشربوا مية خلي بالك وخلي بالك كلكم كبار شباب متبرعين بقول لكم أن الفلوس بتنتهي وبتروح أما هذه الصدقة لا تنفذ هبقا الحاجة فايزة والحاجة عبير زي ما قلت بس ما مش إخوات الأسامي مختلفة لا لا مش إخوات أنا فاكراهم إخوات بس إخوات في الله في ناس في ناس ما شاء الله الأخوة في الخير بتجمعها أنا في حاجة كمان قلتها لحضرتك وحضرتك اللي قلتها عليها رد بليغ لما وانا بتفرج على تقريب بقولك الله طب ليه الحاجة فايزة والحاجة عبير مش موجودين قلت لي هم خلاص حطوا الصدقة في إيد ربنا صحيح صح وكتير جدا ما شاء الله لقوة البلاي يعني محطات تحليل إحنا عملناها قبل كده ما بيبقاش مكتوب عليها أوقات ما بيبقاش مكتوبش عليها أسماء ناس زي مثلا الكاتف محطة العمة مثلا ما فيش عليها اسم ليه ما فيش عليها اسم لأن اشترك فيها عدد اشترك فيها كذا حد طب اللي اشتركوا دول هم بقصاروا أخوة في عمل الخير تخليني عمل الخير ده وقت ممكن يكون يجمعهم في الجنة مع بعض يا رب إحنا كنا بنتكلم عن حسن الخلق مدام الحسن الخلق إنك إنت تعمل العمل وتبتغي بيه وجه الله سبحانه وتعالى دون أن يذكر اسمك أنا مش عايز ده عادي وربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر الموقفين أن تبدو الصدقاتي فنعم هي لو أظهرت هذا الأمر وما بحث الناس وأن الناس تغار ويكون فيه يعني زي ما حضرك قلت كده قلت أتمنى أكون زيها ونفس أكون زيها لو عندي زيها أعمل قلت ده ما هو ده برضو نوع من أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى يعني أنا بعمل كده بعمد ربنا بدا أن أنا أظهر ده حتى يتعلم الناس أن في ديني نفسها وأن عمل الخير وأن أصل الخير موجود فينا كلنا وكل أحد فينا جوا الخير لما يشوف حاجة زي كده يغار ويتحرك وأحيانا الحاجات دي المواقف دي بتبين الخير اللي موجود جواي أنا شخصيا يعني أنا ممكن أبقى قاعد ما اتبرعتش ولا في نية تتبرع بس لما شوف حتى حمل حمل ضخم زي ده أسأل نفسي هو أحسن مني في إيه طيب هو اتبرع بقدرتي بمقدرته على قدر ما يملك طيب ما أنا برضو عندي قدر من اللي أملكه عندي قدر أملكه الثاني شوف يا أقل حاجة هون أن أنا أدل للناس على العمل الخير ما هو ده برضو شيء أنا أملكه أدل للناس على باب من أبواب الصدقة ده أدل للناس على مكان يعملوا في الصدقة ده أنا بشكل سريح أعرض على حياتك وقلت أنا الحكاية دي أكتر من مرة بس هي اللي وقت الله يرحمها ويحسن إليها الحجة من محمود دي كانت سبت فاضلة وكانت بتساعد يعني في الخدمة في المنازل رغم الناس ستة كبيرة جدا وعندها مشكلة ومش عارفة دراعها كان الله يرحمها ويحسن إليها مجصر ومركبها شريحة يعني معدهش حتى طاقة العمل لكن كان بتشتغل احتياجها صح وهذه سيدة كانت إيه يعني صاحبة والدتي كده فولدتي قتلها نازلة معاك يا مموحمود رح عمل حاجة كده خير عند حد معين فسيت مموحمود رحت معاها ولما شافت حال الناس اللي أمي ريحالهم قلبها واجعها رحت منطلعة 2 جنيه من معاها 2 جنيه فماما قلت لا ماما عارفة إن الـ 2 جنيه دول بالنسبة للمموحمود مبلغ ده رقم رقم كبير حاجة مش هستدقني ده لسه يعني قريب متوفيه من كم شهر فما قلت لها خلاص يا مموحمود أنا عم قلت لها لا اش معنى حضرتك تعملي ما أنا كمان لازم أخد ثواب اي ستة كانت متعافش ترى وتكتب بس بالفطرة كده طلعت الـ 2 جنيه علشان قلبها رأ الحال حد هي يمكن زيه أكتر يمكن هي والله يمحتاجها أكتر بس شوف شوف القلب الطيب وزي ما هيك قلت هي بتقلد يعني أنا لما بنقول اسم حد من إخواتنا أنا نفسي قلدهم وغيري نفسي قلدهم ولو حد تاني فحياخدوا السواب ففكرة أن أنت تطلع لله من مال الله حتى بقولك ستة طلعت اثنين جنيه هو النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أمين يا رب العالمين والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصناف الناس الأربعة قال إنما الدنيا لأربعة نفر أيوه ووعدك النبي صلى الله عليه وسلم صنفهم الأربعة دول قال رجل أول صنف عنده علم وعنده مال آتاه الله مالا وعلما طيب العلم اللي عنده ده هو اللي بيخليه يعمل إيه يخليه يصلت ماله على هلكاته في الحق ينفق في سبيل الله وابتغى مرضات الله يساعد ده ويعين ده ويسدد عجز ده ويفرج هم ده ويكشف كرب ده ده النوع الأول طب والتاني وأما الثاني فرجل آتاه الله علم ولم يؤتيه مالا عنده علم علم بإيه مش لازم يكون من العلماء بيقرأ في القرآن وفي الكتب السنة وفي الفقه لا علم بما عند بأن ما عند الله خير وأقل علم بما إن ما أنفقته وأنفقته من شيئا فهو يخلفه علم بما إن بإن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل الصدقة بيمينه فيربيها لأحدين ده علم معلومة بسيطة فيقول لو أن لي مثل فلان لفعلت فعلا لو عدي زيه أفعلت فعلا فالنبي عليه الصلاة والسالون فهو ونيته أيوة فهو ونيته فهما في الأجر سواء يا الله ما دفعتش حاجة خالص ما دفعتش حاجة يعني يعني حد من القاعد قدامنا دلوقتي قدامنا وبيشوفنا على الشاشة دلوقتي وشاف محطات التحليق الضخمة دي واسمعنا رحب نتكلم عن الحجة إيمان والحجة فايزة اسمعنا رحب نتكلم عنهم الحجة عمير وقال لو أن لي مثلهم لفعلت فعلهم قال كده وكون صادق بينه وبين ربنا الله سبحانه وتعالى يكتب ده في مزان الحسنات ممكن حد بيشوفنا يقول نفسي يبقى زي فعلا الحجة عمير والحجة فايزة والحجة إيمان والمهندس راشد وغيرهم كتير جدا جدا ويدفع ما يملك أيها بالظبط وما عندوش قدهم بس عنده ما هو واحد معاه عشرة جنيه طلع منها جنيه واحد عنده ألف طلع منها عشرة واحد عنده مئة ألف طلع ألف واحد عنده مليون طلع مئة ألف ما هو ده يتساوى مع ده ما هو كل واحد بيطلع من اللي عنده على قده ولكن العطاء اللي عنده ربنا أكرم وما كانش النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا رب درهم سبق مئة ألف درهم ويمكن يكون حد معاه مبلغ المحطة وهو بس ما عندوش تاني يعني في مدخراته يعني ويطلعوا كله برضو لله الصحابة كانوا بيعملوا كده لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيحث الناس على الصدقة سيدنا أوبكر سيدنا أوبكر سيدنا أوبكر جالوا سيدنا أوبكر فوضى عمال قال ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسول يجي سيدنا عمر ماذا عمر قال نصف مالي قال ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم مثله فسيدنا أوبكر يقول عرفة علمت أني لا أسبق أبا بكر إلى شيء يا سبحان الله أنا بأكد تاني على الناس ربنا دلنا على الطريق وإحنا شوفنا أرجوكم ما تتخلوش على نفسكم باللي تقدروا عليه الصدقات منجيات خمستاشر سبعمية وأربعين ده الرقم الساخل لمؤسسة نبض الحياة واحد خمسة سبعة أربعة زيرو اتصل دلوقتي وخلي ليك نصيد دنيا وأخرا أنا بشكر حد جدا يا مولانا شرفتنا وأنيستنا شكر من وصوله حضر بشكر بشكركم جدا جدا للأسف الفقرة خلصت تستنوني الفقرة الجاية إن شاء الله تعجبوا في ضيوف بيبقوا معايا بحس إن إحنا شركاءهم في النجاح ضيفي اللي معايا دلوقتي الحقيقة هو مش أول مرة يكون ضيفي يعني بقالنا كده حوالي سنتين ونص كده بيكون موجود معانا وشركة من أهم شركات التطوير والاستثمار العقاري حققت نجاح كبير ما شاء الله وحققت سيقة كبيرة والعروض اللي بيعملوها أنا ما بشوفهاش حتة تانية حنعرف دلوقتي العروض إيه وعايز أقول لكم إن تقريبا دي الشركة الوحيدة اللي ما بتاخدش مؤدم عادة أنا ما بتشتري أي عقار بتدفع مثلا 10% 20% حسب الشركة الشركة دي ما بتاخدش مؤدمات أبدا تاخد اقصاد شهرية فأنا كأني بيحوش معاه وكل العملاء الحقيقة انبسطوا جدا جدا بالاستثمار معاهم والنهاردة جاي لنا بقى باستثمار من نوع مختلف عن كل مرة إحنا كل مرة بنعرض وحدات فندقية المرة دي فيه عرض مختلف تماما فحنتعرف على العرض ده وبنتشرب بإن معايا دلوقتي الأستاذ طر إسماعيل مدير المبيعات والتسويق للشركة المصرية للاستثمار والتطوير العقاري أهلا وسهلا إزاي يا حركة فاني وأجمع حكي أنا لبتشرف إن أنا مع حضرتك وفي عزب حالك قلت إحنا شركاء نجاح مع بعض من سنتين ونص أود كنزة هاوس أود كنزة هوليدي وأبدا بدأنا شركنا مع بعض وإحنا الحمد لله يعني حضرتك دايما نوش الكرة علينا ربنا خالي بجد والله العظيم وحب المشاهدين لحضرتك وسكة المشاهدين لحضرتك والبرنامج يعني الحمد لله بيعني حاجات كتير ماشاء الله لأ والحياة كمان مش مجرد أنا ما باجهش تريع عقار مش فكرة ثقتي في البرنامج للأوراق الرسمية موجودة اللي بيشتري يقدر يروح مجلس المدينة بتاعة مرسة عالم يطلع على كافة الأوراق وصحتها ويأمن نفسه وياخد صور من المستندات فهي المسألة مش مجرد كلام لا ده بشكل فعلي وواقع وعلى أرض الواقع مش فكرة والعبيل لما بيجي وبيسأل عني كمان هناك بيتطمن أكتر ويجي ليكون حاجة تانية وتالتة وربعة ليه لأنه عارف إيه هي الشركة المصرية الحمد لله احنا من سنة 2005 في صدق المصري فندق كنزة هاوس سلمناها كنزة هوليدي مرسة بلازا مرسة أدريس مرسة سيفيو الحمد لله فنادي كتير سلمناها ولسه شجالين فيه مشاريع تانية في مدينة مرسة عالم وكل مشاريعنا الحمد لله في وسط المدينة الحمد لله احنا اللي نسي فيه قوة جدا كنا الشركة الوحيدة اللي بتبيع بدون مقدم استشاهري ومن مدة عشر سنين بدون مقدم ويستلم بالفرش بالاجهزة بالتكفية بيستلم بكل شيء الحمد لله كان العمين بمجرد ما بيستلم ومجرد ما بيعمل عقد الاستثمار بتاعه ويبتدي يستسمي ويبتدي يأجر النهاردة يا فندم مش ان انا اشتري عقار وخلاص وفلوس مرمية واروح شهر ولا شهرين في السنة وبعاكده مروحش لا وانت كده انت كسرت الفلوس اللي دفعتها حتى لو جنيه انت كسرت لا ازاي احط جنيه وازاي اكسب من وراء جنيه ازاي حط جنيه واكسب من وراء عشر جنيه هو ده اللي احنا بنعمله مع الشركة بتاعها او ازاي ادفع يعني لحد ما استلم وبعد ما استلم الوحدة هي اللي تدفع بالظر لنفسها لا ويجي لي كمان اللي انا دفعته كمان اه طبعا النهاردة لازم ايه اللي انا هكسبه ايه العقد اللي جاي علي النهاردة انا مش عاوز اكلفك حالي خالص النهاردة لازم اكسبك وانا كمان بكسب انا بقولش حراك انا بس انت بس اللي هتكسب لا انا بكسب واحدك بتكسب يعني الاتنين بنكسب مع بعض عشان كده احنا مش بنقوله عليه عميل احنا بنقول عليه شريك يعني ايه شريك انت تشريك معاي انا بكسبك وانا بكسب معايك موضوع من وراء الموضوع بتاعها طيب احنا عايزين بقى ايه نشرح بشكل تفصيلي الاول اختياركم لمارسة عالم بشكل وجيس كده تمام ليه هي دي مكان الاستثمار الاساسي بالنسبالكم تمام وليه اختياركم للمدينة دي واتكلم بقى عن الجديد اللي حضرتك جابهن طيب نتكلم ليه مارسة عالم مارسة عالم المدينة الوحيدة اللي موجودة اللي فيها مطارين دوليين ليه مطارين دوليين اول حاجة مدينة مارسة عالم فيها اكبر عدد اجانب شجالين مقيمين شجالين هناك في المناجم يعني اكبر عدد اجانب مقيمين شجالين في المناجم عشان كده الفنائل بتاعتنا الحمد لله طول السنة متفولة 100% يعني بنتفق مع الناس اللي شجالين في المناجم اللي أجانب اللي شجالين في المناجم دي بره أقدر الله حصل كورونا حصل أي حاجة لأقدر ربنا يحفظ مصر مصر دايما يا رب مفيش حاجة اسمها نحن بنتأثر ده أجنبي شجال مقيم يعني أي حاجة بتحصله وقعد معنا عشان كده الحمد لله طول السنة وأي وقت من السنة أصعب فترة عبدت على ماس كان موضوع السورات والكلام ده كله والسيحة وقفت إيه ده بقى مرس عالم الحمد لله لأن ده أجنبه مقيم في طول السنة شجال فدي مهمة حتى في المشروع الجديد اللي أنا هتكلم فيه ليه أنا قلت النقطة دي مرس عالم الوحيدة اللي فيها شاطئ مصنف على مستوى العالم الشاطئ ده مش موجود في أي مصر غير موجود في مرس عالم بل اسمه شاطئ شارب اللولي التالت عالميا ما فيه شاطئ في مصر مصنف غيره مرس عالم الوحيدة اللي فيها حاسمها بحرط النيزك الأجانب بيجوا من كل حتة في العالم عشان الاستشفاء فيها فالسيحة الاستشفاءية مش موجودة جير موجودة في مرس عالم بات النهارة حريك مرس عالم تمتز بحاجات كتير جدا ما أنا عارفهاش جير الأجانب أنا عاوز المصرين بقى أضمن للروح والحمد لله لما عرضنا الفنادي والوحدات بتاعتنا مصرين كتير راحوا وشافوا إيه مرس عالم وإيه جمالة وإيه الاستثمات لا أنا عارفة كمان بفيه أسر كاملة يعني حد كان رايح يشتري والحقيقة تواصل معي قال لي عيلتنا كلها صح اشتريت هناك وبقوا كلهم يعني قال لي احنا تقريبا خدنا صف كامل صف كامل احنا العيلة يعني بالضبط كده فان لأنه هو كسب وشاف الاستثمار ورح سأل وعارف إيه هي مرس عالم وإيه هي الحمد لله الشركة المصرية ومن 2005 والحمد لله العملة بتاعتنا بتكسب معانا أو الشركة بتاعتنا بتكسب معانا هو بيكسب واحنا بنكسب معاه استفادة متبادلة بالضبط استفادة متبادلة للطرفين النهارة من الشباب مشانا بكسب بس بقول لها حداك هات لا ما فيش الكلام ده حداك لحد الإسلام انت بتدفع بعد كده بتدفعش حياتين لا ده بالعكس ده بعد الإسلام اللي انت بتدفعه بيجي لك عن طريق الاستثمار بتاعك وده ده مضمون عن طريق الشركة المصرية بمعنى ايه برضو ان انت بعد ما بتستلم انت حضرتك زي ما بتديله عقد النشترى بتديله عقد انك هتستثمر له هتأجر له المكان والريع او الفايدة اللي حتيجي او الفلوس اللي حتيجي جزء منها بيسدد القص تمام وممكن يتبقى كمان جزء انا استفيد دي دي يتبقى بقى لانها حريك النهارة من المنشوى كل سنة في زيادة ايوة لو انا مستأجر مش مالك الزيادة دي تعبق عليها طبعا لان انا كل سنة بروح فبرفع اكتر لان النهارة انت مالك فدي مش عبق عليك خالب انت كل سنة انت بتكسب من وراه فبيجي لك عائد بعد كده يسدد لك الاست ويتبقى لك كمان مبلغ بتجنه والمبلغ ده كل سنة بيزيد فانت بتكسب وحنا بنكسب معا طيب انا عايزة بقى اعرف برضو المشروع العظيم الجديد اللي حضرتك جاي تعالن عنه طيب الحمد لله احنا النهاردة اول مرة نعرض التجاري 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 ده مكسب يعني لو قلنا الفندوكي مكسبه 100% ده 300% عندنا مشروع امازون هايبر ماركت امازون هايبر ماركت ده مشروع الوحيد هيبقى موجود في مدية مرسى عالم تمام هيتعام بخاصية السمارت السمارت ده هيبقى العاشر على مستوى العالم الجميل في ايه المشروع مبني مني 75% احنا مش لسه هينبني هو مبني يعني ثاني واحد المشروع مبني 75% منه بالزبط بحيس ان انا لو اشتريت واحدة اقدر اروح اتفرج عليها طبعا ده ناقص التشريب بس اه انت بتشتري نشاط التجاري بتاعك الوحيدة التجارية بتاعتك تمام موجودة حاليا ناقص التشريب الداخلي يعني مش هستن لما حضرتك يعني في بعض المشاريع بروح اشتري ورق بالزبط يعني اروح الشركة وشركات كبيرة على فكر اتفرج على الوحدة بتاعتي على ورق لكن على الارض الواقع للدنيا لسه صحرة لا لا يا فان والشركات عادة يعني شركات كبيرة بتبني بفلوسي صح تستنى بقى سنتين ثلاثة اربعة وممكن يتأخروا كمان شوية وممكن يزودوا علي السعر اصلي الحديد غيلي اصلي مش عارف ايه غيلي لكن حضرتك حكتي موجودة الوحدة اللي هاخترها اقدر اروح اتفرج عليها بالزبط بص صحة ده كفا النهارة نشاط تجاري اللي انت بتبتلكه معايا في امزون هايبر ده ما بنبكام احنا مش لسه هنبني احنا مش بنبني بفلوس العمين حتى لما كنا بنعرض الفنادق بتاعتنا احنا مش بنبني بفلوس العمين كنا بنبنيين 50 و60% احنا بنعمل الخطوة الاولى وفي البدايات خلص كان فيه وحدات جهزة وبالزبط وبيستلم ومفروشة وبيستلم النهارة بره نفس القصة حضرك احنا بنبنيين 75% المتبك ايه الوجهة الخارجية كلها متشطاب كلها ومبدية الارض والاول والتاني كله مد ناقص التشبات الداخلية الوحدة يعني حالك بتروح بتشوف النشاط التجاري بتاعك شوف مكانك ناقص بس التشبات الداخلية بتاعك ودوت عشان كده بنقول التسليم بتاعنا خلال سنتين دي سنتين تعرف يا ده من المنشوة بدد نفسنا فرصة لا ورحبا ان انتو بتسلموا قبل طبعا يعني لو قلت سنتين فسنة ونوص وممكن تقول تعوص تلم بص حريك لما بتبقى شركة كبيرة زي ما حريك قلت اربع سنين ويجي يقولك والله لسه استنى سنتين لا انا بعملش كده يعني بقول سنتين وقبل سنتين بسلم حضرين سنتين ويوم ما ينفعش ان انا سلم حضرين زي ما رسى قادر السلمنا الناس قبلها الحمد لله وكانوا مبسوطين وعملوا معنا صمعة كويسة قوي جير المشاريع السبع لقبل كده وناس بتادي تعمل عقد الإجار والاستثمار وكسبت معنا الحمد لله فهي النهارة بقى التجاري ده مش لازم تكون انت تاجر عشان تبتدي تاكل معايا وحدة نشاط تجاري عشان تستجلها بمعنى ايه بمعنى ايه حريك النهارة رح نعملين نحن جديدة خالف ايه هي ان انا عملك الاستثمار بتاعك حريك انت حبيت تستثمارها عن طريقك تأجرها عن طريقك أجرها طب انا مش عارف أأجرها ومعنديش اي نشاط تجاري حريك بتيجي تمتلك معانا وبتعمل معايا في نفس يوم عقد التمليك في نفس اليوم بتعمل معايا حيسمعها عقد الاستثمار بتاعك يعني الاتنين بتعملهم في نفس الوقت واخد نسخة وتاخد نسخة من داو ده طبعا بحيث ايه بقى انا ضامن ان انا معايا عقد حضرتك حتستثمر لي فيه بالزبط كي عشان حضرتك ما ينفعش تراجع لا تراجع ايه ده انا بكسر انا عمرنا ما تراجعنا في الاستثمار كل خطوة احنا بنتخطيها محسوبة معروفة ايه هي احنا جايبين اكبر شركات الانجليزية في ادارة الامازون هايبر ماركت ليه لما عملنا سر كده وبحث عن الموضوع لان الشركات الانجليزية هي انجح شركات بتدير الهايبر ماركت تمام فجدنا شركة كبيرة عشان تدير المكان ده كل اللي موجودين في مارسة عالم اجانب مش مصريين شركة دي اول حاجة تبتدي تعمل ايه مفيش اجنبي هينزل مارسة عالمج لما نروح الامازون هايبر ماركت ليه بقى قالت كل عميل هيجي شرفني اجنبي ليه من السنة الجاية لما يجي شرفنا ليه خصم 15% على الاقامة وعلى الطيران وعلى الكلام ده كل فكله بيجي عشان يبتدي ايه ان هو ياخد الديسكاون بتاع ده 15% ده رحم حلو جدا مش بس كده و10% كمان خصم لكل حد هيشرفنا طول فترة البكان بتاعنا اللي هو في امازون هايبر ماركت يعني طول ما هو يشتري اي حاجة هياخد 10% خصم طب ليه بقى وبرندات عالمية لان حراك الشركة الإنجليزية لو بتتعمل ببرندات عالمية بتيجي تقولها مثلا بدل ما بتاكد مثلا الف لا انا هكد الفين كتح ثلاث تلاف كتح فبيديها خصم اضافي زيادة فعشان كده الخصم ده كل العنصص بتستفيد بتستفيد منها الجميل بقى في العقد في العقد بتاعنا الاستثمار عبارة عن ايه اللي هو بيعمله مع نفس اليوم مع انه الاستلام بعد سنتين بس من نفس اليوم انت بتعمل عقد الاجار بتاعك ان انت تستدم او ما تستدم الاستثمار بتاعك اي استثمارة ما دم ناشوة يعني حريك لو عميل عنده شقة الشقة ده بياخد ايجارها شهري صح؟ تمام طلق بياخد حاجة تانية هو ايجار شهري لا خلاص بياخد ايجار الشهر مش اكتر بكير شكرا على كتر لا احنا عندنا شركة مش عامل فتاخد ايجارين في السنة مش ايجار واحد ازاي ازاي بقى وده مكتوب برضو فعقد الاستثمار بتاعك ايجار شهري انا خدت محل تمام حتديني ايجار شهري اللي هو في النشاط التجاري بتاعك اه اديك ايجار شهري صح؟ اه لا احنا عاملين بقى شركة مش عملة ازاي هارج باكير اخر السنة الشركة الجنزية دي بتعمل ايه والله العظيم النهاردة مثلا الامازون هايبر ماركت طلع السنة دي عشر مليون جنيه بتجي العشر مليون جنيه دي تقسمها على عدد طلع عشر مليون العشر مليون دول يقسمهم مثلا على مئة نشاط هايبر ماركت مثلا او مئتين نشاط الموجودين او تلتمئة نشاط على حسب عدد الانشطة الموجودة يقسمهم عليها نظير ان هي بتاك خمستاشر في المية نسبة تشجيل الشركة الانجليزية وبتاخد انت كصاحب نشاط تجاري حاجة اسمها عائد تراكمي اخر السنة عائد التراكمي دوت بتقسم المبلغ دوت على عدد الايه الوحدات او الانشطة هي الوحدات متساوية؟ لا وكل واحد على حسب على حسب المساحة بتاع اه بالنسبة وكل واحد عارف من البداية انت نسبتك هتبقى كذا لما يطلع كذا هتاكد كذا فانت من اول يوم انت بتجي تعمل التعاقد عارف هيطلع لك كم شهري عارف هيطلع لك عائد تراكمة دي ايه اللي قابل لزيادة كل سنة ايوه لأسعار بتزيد مش بس الأسعار انت كل سنة التجاري ده دايما في السنة جير الفندوق جير الكلام لأ هو النصح الحال يعمل اتنين ان انا اخد وحدة فندقية يبقى انا موجودة هناك واخد وحدة تجارية افريدان عايز اتابع شغلي وعايز اعود هناك بالزبط انت بتتابع شغلك موجود الوحدات وموجود النشاط التجاري بتاعك اللي انت بتكسب طيب سؤال برضو تاني فضل في الوحدات الفندقية حضرتك كنت تدهالي مفروشة تمام في الوحدات التجارية هل مثلا هتدهالي بالتكييفات مثلا كل حاجة سوبها اللوكس بالتكييفات بكل حاجة طبع افريدان حضرتك انت ما عنديكيش نشاط تجاري اه طب انا ما عنديش نشاط تجاري وعاوز استسبر معاك انا اللي بحط لك المنتج وانا اللي بحاسب عليه وبديكي الارباح بتاعتك كل شهر من جير ما انت جيب اي منتج لا تتكلم في التشتبات اه طبعا لا التشتبات تستلم انا مليش دعوة باي تشتبات ما فيش تكلفة اضافية علي ما فيش اي تكلفة انت بتدفعها اللي احنا هنقول اللي هتتفع عليه واللي هكتب في العقل طبعا ما فيش مثلا بعد كده حضرتك هتعمل يعني هتأجر لي لصالحي نشاط مثلا ملابس تمام مثلا فانت ما تجيش تقولي اصلي الملابس دي احتاجنا استندات مثلا فتكلفتها كزا فهتدفعها عندك لا ما فيش الكلام مليش دعوة ما بكتبش الكلام كنت عملتها في الوحدات مليش دعوة ما انا بحب بحركة وضح لان اللي بيتثروع علينا عايزين مرضو الحمد لله اعرف انا اللي هتفعه فقط هو اللي هكتبه في العقل هو اللي هتكتبه في العقل هو اللي انت هتشوفه هو القصة اللي احنا هنتفع عليه بدون مقدم لان احنا اتفادنا ان احنا مليخش مقدمات حتى في تجاري حتى في تجاري مش بس كده ده احنا النهارة كمان عاملين عروض خاصة ايوه لان مشاهدين حضرتك نقول نقول بقى فاحنا عاوزين اه فاحنا عاوزين نقول ان الوحدات او النشاط التجاري عندي بيبدأ بيبدأ بستة الاف جنيه استشاهري لمدة عشر سنين على واحدة مساحتها قد ايه مش مساحة على حسب الستاند هو بيبقى استاند او بيبقى بارتشن او بيبقى مساحة محل جبيه كل حاجة لها سعره احنا عشان كده بنقول بتبدأ من تبدأ من تبدأ من ايوه ستة الاف جنيه استشاهري لمدة عشر وبتيجي تختار المساحة اللي انت بتيجي تشوف المساحات لا انا عايز ادفع يا سيدي عشرة بس اخد مساحة تانية مفيش مشكلة كل حاجة لها سعرها ولها مساحات فبتبتدي من فانا لما اجي عند حضرك في الشركة والارقام قدامنا هي بزرط هتعرض علي مثلا رسومات او نمازج او مكتات للوحدة مساحتها كذا الوحدة دي شكلها كذا البرتشن العادة التراكم التاحها كذا الستاند دا بزر كل حاجة بإجاراتها بالشهر كام بالتعايد التراكم كام بكل دا حاجة كل دا انت بتعرفه من وانت قبل ما تمت التعاكم بتاع طبعا مع أوراق الملكية اللي هو عادة ملكية القرم حافظة بها الأحمر الترخيص طلع بك المكان الوحيد في مارسي عالمي طالعها لترخيص سينما يعني الناس كلها تبقى موجودة عندك اكبار ات الوحيد اللي بيك سينما امالزون هايبر ماركت في سينما كمان اه طبعا الوحيد في مارسي عالم لنتلعه لترخيص سينما فكل بتاع مارسي عالم هيبقى عندك أصلا طب الحد عايز يشتري السينما دي لا السينما دي تبقى منفاع عامة طبعا لما كان كله عشان قادر أجيب لك عادة كتير للناس بتروع زي ما قلنا بقى النهارة من النشوة قصة بتاعك 6,000 جنيه قصة شهري يبدأ من 6,000 يبدأ من 6,000 اه لمدة 10 سنين اي عميل هيجي تابع البرنامج بكر ان شاء الله بكر المدة 24 ساعة خصم 50% بدا من 10 بدلا من 6,000 جنيه 6,000 هيبقى يبدأ من 3,000 جنيه قصة شهري لمدة 10 سنين خصم 50% 50% على كل المساحات على اي مساحة على اي مساحة لو انا هاخد مساحة من اللي هي بتاعت عشرين ألف في الشهر هدفع عشر بس بالزبط خمسين في المية خاص بكرة بس لمدة 24 في الأرقام ويحجز معنا ويبعت البطاقة البطاقة بتاعت ويحجز معنا البكرة على الواتساب أو الواتساب للرقمين خاص من خمسين في المية خاص من خمسين في المية على أي مساحة هتاخدها لو خد تمسحها بستة لاب جنيه في الشهر هتدفع تلاتة بس لمدة عشر سنة لو خد تمسحها بمليون كله خمسين في المية وده المدة 24 ساعة ماشي والله يبقوه 24 ساعة وفيه طب قبل ما نختم فيه فرص تانية مثلا الاستثمار برضو في المساحات الفندقية طبعا المساحات احنا دلوقتي عاملين تجاري افرد انا جيت الشركة وعايز اتطلع على الحاجات الباقية اه طبعا يجي ويشوف بس عروض العرض اللي موجود التجاري بس وبعكية كلبة الحركة احنا لسه أبادئين في المشروع زي ما كلها بندق واحد اكبر تزعالي مننا لا لا تمام فهو يستفيد منها منه انا بشكر حضرتك جدا جدا شرفتني وقالستيني شرف ليه يا فن وبشكر حضرتكم الفقرة دي ربنا سبحانه وتعالى هو المقصد انا معايا في الفقرة دي عالم من علمائنا اللي لازم نكون فخرين بيهم جدا جدا اه وانا عايزة في الفقرة دي كلنا كده نتلم ونركز ونقعد كده ننصد لان وجود هذا العالم الجليل معايا في الفقرة دي انا شايفة انه هو انجاز ليه وانجاز للبرنامج وكتر الف خيره لان انا عارفة قد ايه سفرياته كتير جدا جدا وشغله في المركز بتاعه كتير جدا جدا والمرضى اللي عنده ربنا يا ربي يكمل شفاهم على ايده وليه لحياة تجارب عظيمة جدا جدا ونكحة في امراض كان علاجها يعني مش اقول ايه كان مش مستحق يعني كان صعب علاجها كان صعب جدا وبفضل ربنا وبفضل علمه وبفضل هذا المنهج الحديث في الطب كان الشفا التام على ايده مش عايزة يعني اخد وقت كتير بس اي حد دلوقتي قاعد قدامنا بيعاني من اي مرض مستعصي ولف الدنيا ويعني ملقاش حل الحل باذن الله باذن الله هيكون في الفقرة دي فانا بكز وربنا يا رب يشفي كل الناس بيشرفني العالم الكبير يعني اللي انا بحترمه جدا جدا وبقدر وجوده معانا الدكتور نادر المصري استشاري العلاج بالاكسوجين النشط عضو الجامعية الالمانية للعلاج بالاكسوجين النشط وعضو الاتحاد العالمي للعلاج بالاكسوجين النشط شرفتين يا فاندم وانستيني شرف لي يا فاندم شرف لي انا سعيد جدا اكون مع حضرتك دع احنا يعني سعداء وفخورين ويعني التواضع اللي انا شايفان من اول دخول حضرتك للستوديو يعني يناسب علمك ويناسب جلال قدرك ربنا يبارك في حضرتك ربنا يخليك انا شاكل حضرتك وشاكل التقديم لا والله حقك وانا الحقيقة زي ما قلت هدفي مساعدة كل المشاهدين الافاضل اللي بتفرجوا علينا سواء كانوا في مصر او برا مصر ان شاء الله لان انا اللي سمعته عن حضرتك والحياة شفته وعلمك الحديث العظيم اللي هيعمل ثورة واللي انا بقول حديث فسمعت من حضرتك ان هو مش حديث ولا حاجة ده بقلو فترة بس احنا المسألة بتوصل لنا وتأخر يعني بالزبط العلاج بالاكسوجين النشط يعني ايه طيب مبدئيا نعرف ايه هو الاكسوجين النشط هو اكسوجين فائق النشاط يعني احنا الاكسوجين العادي زرتين الاكسوجين النشط هو ثلاث زرات اكسوجين عشان يتكون لازم الزرتين ينفصل الترابط اللي ما بين الجزيء بتاع الاكسوجين فيبقى زرة منفردة يتحد مع زرتين تانين فيبقى ثلاث زرات عشان ده يحصل لازم طاقة هائلة هي اللي تعمل الموضوع ده ده بيحصل في طبقات الجو العليا في الرعد والبرق نتيجة الرعد والبرق والألترابيروتريز الأشعة الفوق البنفسجية دي حاجة طبعية ربنا سبحانه وتعالى خالقها فتتكون طبقة الأزون اللي هي بتحمينها من كل الحاجات الضرة اللي بتيجي لما بيتكون الجزء بينزل في طبقات الجو الدنيا وهو نازل بيتحت مع الهيدروكربونات يتحاول سانيوكسيديوكربون ومية ويأتي في نفس الوقت كل البكتيريا والطفاليات والفيروسات والفطريات بالضبط طيب هو بيدوب الكوليسترول والدهون احنا في مشكلة عندنا ان احنا الناس اللي عندهم سكر الناس اللي بتدخن طبيعة اكلنا احنا كعرب ومصريين الكوليسترول فيه نوعين الحميد والخبيث الخبيث اللي هو اسمه الLDL قليل الكسافة بيترس بجوه الشريين والأوريدة في يضيقها لما يضيق الشريين والأوريدة يبقى كمية الدم والأكسجين ما توصلش ما توصلش للرجلين فالناس اللي عندهم سكر يحسوا بتانويل وشكشكة وحرقان ما توصلش للعصب البصر والشبكية النظر يضعف ما يوصلش للمخ الزاكرة تقل ما يوصلش للكلة والكبد ودو لأكتر حاجة بتشتغل فتبدأ انزيمتهم تعلى لما الأكسجين الناشط يدوب الكوليسترول والدهون فيوسع الشريين يبقى يخلي كمية الدم توصل أكتر وبالتالي يديني أحسن أداء وظيفي وديت للخلية أكسجين ديليفري والدم راح زيادة فتديني أحسن أداء وظيفي لها قيسي على ده كل أعضاؤنا أي عضو من الأعضاء يشتغل عشان كده الأكسجين الناشط مش للمرضى فقط للمرضى والأصحاء يساعدهم في زيادة كفاءة أجهزتهم هو anti aging مضاد للشايخوخة مش الشايخوخة اللي هي شايخوخة الوش شايخوخة الخلية نفسها احنا عندنا كل خلية ربنا سبحانه وتعالى خلائها لها عمر فتراتي يعني كرات الدم الحامرة 120 يوم خلايا المعدة 3 ايام طب لو أنا دلوقتي الخلية قبل ما توصل إلى 120 يوم أنا جددت الخلايا دي بخلايا جديدة يبقى هتديني كفاءة أعلى مش هستنى لسه لحد ما تبقى شيخة خلايا المعدة لما بيحصل مثلا الاتهاب أو أرحى في المعدة إن الحمض اللي موجود الأكول اللي موجود الخلايا بتتجدد 3 ايام قعدت 3 ايام مربع فبدأت تشيخ وبالتالي الحمض بدأ يأكل في الخلايا دي عارف فندم أنا فاكرة الشيخوخة بالذات بقول إن ربنا سبحانه وتعلم يعني من عظمته إنه بيبينها على ملامحنا للدلالة على أجهزتنا طبعا يعني إذا كان أنا وشي بقى شاحب ومتراهل أكيد خلايا جسمي هتاخد نفس الملمح كوظيفة الأكسوجين الناشط بيعمل ده إنه anti-aging إزاي بيخلي الخلايا دي تتجدد قبل ما توصل لمرحلة الشيخوخة مثلا في التجمير بالنسبة للسيدات هو داخل فيه لأنه هو بيشد الكلاجين بيحسن الكلاجين اللي موجود في الجلد فيشد الجلد فالتراهلات تقل تمام دي تقل إحنا شايفين قدامنا بصحيك مش شايف معنا يعني دي مثلا ده شريان من الشراين بتحصل عنده على الجدار بتاعه شوية دهون بييجي بسيطة بتبدأ تتراكم وبالتالي تبدأ كرات دم حمراء أو صفاح دموية توقف عليه فيبدأ يعمل الجلطة اللي موجودة الجلطة دي لو تقفل الشريان وهو بيغزي القلب مثلا يعمل جلطة في القلب بيغزي المخ يعمل جلطة في المخ الرجل يبقى جلطة في الرجل جلطة في العين وهي كذا الأكسجين الناشط لما تمديه الجلطة اللي موجودة دي بتبدأ يدوبها وبالتالي يوسع الشريك أبسطها للمشاهدين لأنه أنا طبعا أنا محترمة جدا جدا شرحك العلمي وده حيروح منقلني كده لسؤال إحنا كناس ثقافتنا الطبية على قدنا يعني مش عندنا ثقافة أنا عارفة أنا ما نروح للدكتور هتعالج حيروح مديني شوية أدوية كيه سفوف يعني كابسولات بقى برشام مش عارفة إيه فاخدهم علشان يعالجوني حاجة وأكيد بيبوزوا حاجة أنا شخصيا ما باخد الأدوية كتير كده معدتي بتموتني تمام أو يروح مش اكشكنا يحط الدواء في حقنا سائلة فروح واخد الحقنا يدخل برضو الدواء ده في الدم كده الأكسوجين الناشط ده هل ده علاج برضو يعني درك تحت الطب الأساسي ولا ما يوسمى بالطب البديل أو اللي هو الطب اللي ايه التكميلي أو اللي هو مش طب يعني مش عايزة مش عايزة أقول إحنا الطب اللي بتاعنا اللي احنا تحليك الأول برضو نشتح الناس أنت طبيب طبيب يعني بتخرج من كلية الطب صح؟ طبعا وحضرتك بقلتني كمان أنت طبيب قلب يعني أنت طبيب متخصص عشان بس الناس تفهم أن إحنا يعني حضرتك بتخرج من كلية الطب وطبيب والعلاج ده مش علاج إيه فزلكة لا ده علاج علمي إحنا الأكسوجين الناشط هو بقاله من 1870 يعني بقاله 152 سنة موجود في ألمانيا أنا عارفة بقاله يعني أنه بقاله مثلا كم شهر كده عندنا حاجة اسمها كده لا يعني إحنا بقاله فترة طويلة قوي الأكسوجين الناشط موجود طيب أبسطها أكثر إحنا لو عندنا مصورة القطر بتاعها نص بوصة بيتم يترصب فيه حاجات بقالها سنين فبقت ربع بوصة كمية الدم والأكسوجين اللي ماشي فيها أقل طبعا وبالتالي اللي حيروح للأعضاء أقل طبعا وبالتالي يبقى العضو ده مش هيديني مش هيدغزة كويس طيب لما أنا دلوقتي يبقى أدي الأكسوجين الناشط فيدوه بالكوليسترول والدون فيوسع الشريان رجعه تاني لنص بوصة زي ما كان يبقى كمية الدم والأكسوجين هتزيد أيوه المضخة اللي بتدخل يا القلب دي لما تدخل في نص بوصة غره بقى بوصة أيوه يبقى المرض اللي عندي حيختفل إن شاء الله طيب يبقى ديت عموما هو بيعمل إيه طب نتكلم حاجة حاجة طب الأسانية واحدة باش نقبل نتكلم في معنا كده تقرير طيب برضو عشان نبسط للناس وحابيك باش تشرح لنا اللي موجود في التقرير يبقى كده تقرير بشكل عملي نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع هذا العالم الجليل اللي نفتخر به كان عندي صباح لي سنة ونص ما رديش يكفي مبطور فجيت هنا فقداني العلاد وقداني حقل في الصباح حولينا الصباح حقل ومباشره كل مرة بقى جي أخذ القرع من تحته والحمد لله كان فيه ثلاث صباح عسياتك كان عم بين كده صباح فلما خدت بيه الجلسة الرابع بيجوا عملوا كده فمن سيئة ما خدت الجلسات الحمد لله حسنت يعني الحمد لله رب العالمين الاكسجين الناشط ده فعلا شيء صحر شيء جميل فعلا أنا كنت بعاني من حاجات كثيرة جدا وكنت بعاني من الأطراف العصبية ومش قادر كنت أطلع السلم ومش قادر أن أنا أمارس حياتي طبيعية بعد الحمد لله ما خدت الاكسجين الناشط ده غير من حياتي خالص وغير من طبيعة حياتي وبقيت إنسان طبيعي خالص بانصح كل الناس أن هي فعلا تتعامل مع الاكسجين الناشط ده لأن فعلا هتغير حياتها خالص وهتشوف الفرق بين بين حياتها دلوقتي وبين حياتها بعد استخدام الاكسجين الناشط ده عملت 8 جلسات عملت 8 جلسات بعد 8 جلسات مباشرة والله هذا حصل فجئت أنني ببص على السوكة أنا جيت كونيزي لـ 174 ماشى عليه بجاني شهر وعشر أحياتي الوقت ما خدتش أنسوني النهاء وماشى الله ما صلى على النبي واني جيت أخبر جلسة ناردة كمان تاني كل شهر بقى كل جلسة لأنني خدت التمانية ورى بعضه نيحت فيه والحمد لله وجدنا الامتياز والبركة في التكاترة هنا ربنا يخليهم أنا عندي سكة من 25 سنة خدت الأول بالليل النشر بالليا فيه كفوف يدي تدمين نشر الحمد لله بدأت أتحسن شوية ولدي كان يجيبني بعد كده بدأت أنا الحمد لله بقى يجيب عربيتي والنشاط تع الجسم بدأ يعني الحمد لله كويس أنا ليه مزرعة طولة حوالي كيلو أمشيها الصبح مرة أثنين أرجع خدت الأول أمشيها بعصاية لقد اخترمت العصاية فالحمد لله بنام متاع خالص مفيش جلجان متان دايما كل ساعتين كل ساعة مفيش نور طيب أنا أنا بقدول صحابي لأن أنا عندي سكر وأنا كل اللي بيقولوه أنا بعاني منه وأنا كمان الحقيقة كائن مهمل يعني مش ملتزم أبدا باكل حاجات فيها سكر وباكل حاجات سيئة والدكتور حتى بتاعي يزوجلي العلاج بدلا ما باخد عدد معايم من الحبيات في اليوم نوع تاني فالمسألة من ضعفة فمعدتي حتى بتاعتك أرجوك على مختلف المستويات حتى الاجتماعية يعني أنا شايفة إخواتنا المرضى فيهم رقيق الحال وفيهم يعني المظهرهم يدل على كده قبل ما نتكلم العلاج بالأكسوجين الناشط غالي؟ ولا يعني ممكن يبقى زي وزي الأدوية أنا بجيب أدوية غالية نهائيا بالعكس أقل من الأدوية العادية بتاعك كمان إن إحنا في المراكز إحنا بنحاول نقلل كمان أكتر يعني مراكز برضو أفهم أنت حقيقي عندك كم مركز وهل في محافظات يعني أنا لأن كل برضو الناس اللي بيتفرجوا علينا يقولوا هي القاهرة هي اللي فيها وبنتشحتت ونيجي القاهرة كيور كيور موجودة في كل محافظات مصر في 18 محافظة أنا بلف على 18 محافظة خلال الشهر يعني المركز كيور اللي هو العلاج بالأكسوجين الناشط اللي هو حضرتك بتنتمي إليه موجود في 18 محافظة يعني أنا لو مثلا من مثلا من إسكندرية في مركز في إسكندرية لو اتصلت بالأرقام دي قالوا المركز فين فقدر جيلك بدلا مجي القاهرة لأ أحسن لا روحهم بالأرقامات الانا ساكم في الحطه high أنا في الزقذيق يقولله في مركز في الزقذيق أنا في المنصورة نشارا ربيالس دي أنا قلب السر Fitness بقوله أمسك منطقة منطقة يعني أمسك akkorましょう حيما بيقوله والصعيد كله والاسمالية والسويس ففي كل المراكز احنا بنحاول نغطي الموضوع زي ما كنت حديق بتقولي كان صعب في الاول ان كل الناس لازم تروح القاهرة فعشان تاخد جلسات هيبقى صعب ان تروح تاخد جلسات اه اه لان انا اعتقد مش هتبقى جلسة واحدة هي بتبقى عبارة عن جلسات فعشان كده بقينا في 18 محافظة على مستوى الجمهورية طيب حديق قلتلي جملة كده قلتلي ان الاكسوجين الناشط ده بيدخل على الخلية بيزبطها وينعيشها ويرجعها شباب تاني علشان تشتغل بكفاءة فيبقى انا مثلا عندي 60 سنة بس الخلية بتاعتي رجعت كفاءتها لحد عنده 30 سنة معانا كده على الشاشة بعد اذنك برضو كده هنا هي بعد اذنك اوحيد شبافة صح قدامي اهو كلمني عن الحتة دي يعني برضو وربطها لي بالسكر برضو طيب بالزبط احنا فيه عندنا الشكل بتاع الخلية بدأت خلاص هيبقى فيها شيخوخة بدأت تكبر لما بندى الاكسوجين الناشط بترجع تاني تطلع لي خلاية جديدة فتية اكتر يعني صغيرة شباب وبالتالي تدي تأثير احسن يعني بمعنى تاني او مرصاتها برضو لو احنا عندنا حد مثلا سيكوريتي امن والشفت بتاعه 12 ساعة عمال ما يوصل لـ 12 ساعة بيكونك موجهة جدا لما لو انا غيرت الشفت ده في 6 ساعات يبقى انا حبدي الناس لسه صحين اه بناس تانيين برضو لسه صحين فاستفيد بالطاقة بتاعتهم بالزبط هي دي الفكرة الخلية نفسها انا بديها طاقة فبتديني اداء وظيفي احسن تيعلى الانتاج بتاعها تشتغل احسن يعني لو شغالة بكفاءة 30% نتكلم عالسكر مثلا يعني طالما حدريك قلت على السكر نتكلم عالسكر السكر مشكلته مش في السكر في مضعفات السكر تمام مضعفات السكر انا بيعمل تصله بشرايين يعني بيخلي الكوليسترولي يترصف زي ما اتفقنا جوه الشرايين يضيقها فما فيش دم يوصل للأطراف فالمريض بيحس بشكشكة وتنميل وحرقان وعدم الاحساس بالأطراف وبرودة جديدة ايوة ما يوصلش للعصب البصري والشبكية النظر يضعف الفاندي انت بتتكلم علي انا مريض السكر وده اللي حصل بالفعل لما رأت عملت عصب العصب كفاءته قلق جدا لدرجة انه يعني قلق تقريبا حوالي 30% من العصب مش موجودين شكشكة في رجلي وتنميل وساعات بقصابق رجلي افضل ادعاكم عشان احس نحس بيهم بالضبط كده احنا في بعض البقاء المرضى بييجي يقول مثلا الشوز او شبس بيتقلع منه هو ماشي ما بيحسش يعني احنا من ضمن التقرير اللي كانت موجودة كان فيه سيدة اللي هي اللي كانت لابسة لبني دي هحكيليك على حاجة حصلت اول مرة جاتلي فيها في الصعيد اول مرة جاتلي هي وزوجها فزوجها مسكها من ايديها ومدخلها لابسة اسود في اسود ونضرها سودة وقعادها فحاولت ان انا بتكلم معاش هناخد منها هسر واكشف فازوجها هو اللي بيتكلم فبنا بكلمه بقوله فيه ايه فشاور لي انها ما بتشوفش ومكتئبة فطبعا كلمتها وطلع ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي وربنا هو اللي بيجيب المرض وربنا هو اللي بيشفي وربنا يجعلنا سبب فاحنا ناخد الجلسات ونتوكل على الله سبحانه وتعالى ونشوف الزيارة اللي بعدها بشهر قالوا لي فيه مريضة مش هادة تاخد الجلسات لما تشوفك فانا جاي في دماغي ان مريضة حتشتكي تقول ما تحسنتش او التحسن بطيء ففتحوا الباب لقيت سيدة داخل علي على سنجة عشر زي ما بيقول ميكاب كامل ميكاب كامل بسم الله ما شاء الله عليها شياكة ايه ودخل السلمة علي انا مش عارفة فقالتلي انت مش عارفني قلتلي لأ قالتلي انا اللي كنت جاي مع زوجي بكنت لابسة اسوة في اسوة قلتلي بسم الله ما شاء الله ايه اللي حصل طب فين زوجك قالتلي انا سيبته بره قلتلي اخش انا الاول ايوه وبعدين بعد كده تعالى انت اخش ايوه ايوه مش عايزة حد يمسكني من ايدي ويقعدني انا بشوفها الاحساس ده فرص فبقولها ايه اللي حصل هي مازالت لحد دلوقتي كل ما روح الصعيد تشوفني تعمل كده بتقولي انا حياتي كلها ضغيرت اللي حصل عندها ان السكر عندها كانت عندها سكر وياه صغيرة في السن 40 سنة اصل على عصب البصري فما بقتش تشوف وكان مصمار دخل في رجلها فقالولها لازم يتعمل باتر والحركة ما بتتحركش ما بتمشيش الاكسجين الناشط عمل ايه الاكسجين الناشط هو دوب الكورسترول والدون فوسع الشرعين ضيع الالتهاب اللي كان موجود في الرجل ده وبالتالي الصباحها ما تشالش ما عملوش باتر الدورة الدموية تحسنت في التنميل والشكشكة والحرقان اللي كان موجود بدأ يروح العصب البصري والشباكية وصلهم اكسجين اكتر فبدأ النظر يتحسن فبدأت تشوف مرة اخرى بدأ نومها يتحسن بدأت حل الحالة العامة تتحسن عارف يا دكتور حد بتفرجعني يقول ايه هو ده سحر لكن هو فعلا سحر علمي يعني بمعنى انها حاجة بتشرح لنا يعني وشكرا ان انت بتشرح لنا عادة ان الشرح بيبقى متخصص بس انت بتبسطه لنا جدا جدا فكرة بقى الجلسات انا جاف موخي كده انها مثلا لما تليفوني بيفضى فبحطه في الشاحن فبيشحن الاول 10% و15% وبكتر الشحن لما بشحن اكتر بيوصل لك الله عليك هل الجلسات بتاعت الاكسوجين من اول مرة حيبان مردود لا يا حيبقى ها 10% التليفون اقدر اتكلم بس كل ما انتظم في الجلسات ممكن توصل كفاءة اجهزة جسمي ان شاء الله يا رب ويا رب الكل اللي بيسمعونا لمية في المية يعني ما شاء الله على حضرتك انت فعلا قلت تشبيه انا فعلا بحب اقول التشبيه ده احنا فعلا في الجلسات احنا بناخدها بجلسات بناخد حوالي يعني جلستين في الاسبوع بيبقى حوالي بنبدأ من 12 جلسة ل 18 جلسة في الاول خلال ال 12 جلسة الاولى بنبدأ نشوف التحسن عامل ازا جلستين في الاسبوع جلستين في الاسبوع التحسن انا بس بطمن ثانية واحدة الارقام قدامنا من فضلكم نصورها واقوعوا تستغ يعني الجلسات سعرها يناسب اي طبق او اي فئة اتصلوا الارقام واصل الصحة دي اهم حاجة انا يعني صدقا يا دكتور يعني كلامك ده بدل ما افضل بالبعث ادوية تبوظلي كلتي وتبوظلي معدتي لا انا عندي علاج يعني سحر وعلاج زي ما قلت علم يعني مش دجل احنا بصي انا مش بقول انا بعلك صدق شركات الابت تزعل مني ولا ايه بس معلش الصحة اهم حاجة يا جماعة ده لا ينفي ان اللي يعني يعني كل واحد حر يعني اللي عايز يستخدم ادوية ربنا يا رب يشفي جميع بس انا المنقذ يعني الاكسوجين الناشط ده هو المنقذ من امراض وبعدين انا برضو عايز اقول للناس مش مرض السكر بس ان شاء الله يعني هتندهشوا لما تعرفوا انه ايه قولوا اي مرض مرض لعلاقة بالمناعة مرض لعلاقة بالقلب مرض لعلاقة حتى بالجلد المناعة يعني اقولكوا على ايه كمان اللي قد يصابوا بامراض ليها علاقة التوحد او دمور المخل او دمور المخل سحر وهنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل والحل موجود فانا اسف انا رب اعطى حضرتك بس انا مبهورة احنا انا بس بحب اقول حاجة احنا احنا ملسحر الاكسوجين الناشط هو ملسحر لا اسمح لي اقول معجزة يعني فيه احجاب بالعلم يعني ربنا قال لنا احنا الطب اللي احنا تعلمناه طول عمرنا هو ده الطب اللي تعلمناه ولكن بيجي في وقت معين بيقف زي ما بيقول في حطة سد يعني مش بيقدر يدي حاجة الاكسوجين الناشط لما بيخش بيحسن الموضوع اوف بيدي نتيجة كويسة جدا فمثلا السكر احنا انا مش بعالك سكر ولكن مضاعفات السكر يعني لانا لما نشط البنكرياس اللي هو كسلان وبيطلعش انسولين هيطلع انسولين اكتر يبقى كمية الدواء اللي هاخدها هتقل هقللها يعني فيه ناس كبتاخد انسولين رجعت تاخد قراس ناس كبتاخد قراس بكميات كبيرة براء التقلل في القراس اللي بتاخدها طب حالك قلتلي ان الجلسات تقريبا جلستين جلستين في الاسمواء احنا بناخد 12 جلسة في خلال 12 جلسة الاولى بنبني انشوف التحسن نسبة قدية نفس الفكرة اللي حضرتك قلتين كل جلسة بنبني عليها يعني 10% 20% 30% وهكذا التحسن بيبدأ مثلا من الجلسة التالتة او من الجلسة الرابعة الجلسة الاولى في بعض الناس بيحسوا بتحسن فيها بيحسوا نشاط احسن هم احسن مجهود احسن ما كانش بيقدر يمشي عشرة متر بيمشي كيلو يعني انا عندي حد في السعيد 70 سنة وجي بيقول لي في الجلسة التامنة بيقول له قال لي عدد الجلسات قال لي لا والله ما انا الله اكبر ما انا مرجف ليه قال لي انا بامشي كل يوم كيلو قلت بتقول له هتحسن نفسك ما تقولش كده الله اكبر انا مبادرش همشي كيلو الله اكبر فتحسن للدرجات دي فلما شافت تحسن مش عايز يبطل لا بيقول لي همشي على جلستين زي ما انا طيب انا كمان عشان يعني الناس عارفيني ان انا دايما انسان مبتز ومبتز كل الاكابر زي حضرتك وما بيخزنونيش في عروض مهمة جدا ان شاء الله هنطلبها من دكتور وانا واسخة من دكتور باخلاقه وبعلمه هيوافق ان احنا نعمل خصومات كده شوية عشان خاطر حضراتكم يعني حاضر طبعا هستأذنك فيه تقرير عماني يزنوا ان هم عايزين يعرضون فنعرض التقرير ونرجع على علي نشوف تقرير عند السكر وعند جلطة في دراع المين الحمد لله رجلي اللي هي فيها الجلطة صحيح ما كنتش بتحرك قالص دلوقتي بضم بصابع وحرك بصابع والتعبان من السكر والمفاصل والتنميل بصراحة خدت تمن جلسات وحسيت احسن من الاول التنميل روح نهائي بنسبة 90% بيتطلع السلم الواحدة دلوقتي بدون اي مساعد والحمد لله السكر بتاعت دلوقتي ما بقاش هتعدل 200-180 كان عندي السكر وكان دايما عالي على طور الحمد لله خدت الجلسات وكويسة جدا 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 نسبة السكر قلت عندي يعني قلت عندي بكتير يعني الحمد لله خدت المجلسات من رجل يا رجل الاول مقدر شنش عليها الحمد لله تحسنت جدا يا دا اول محسش بالاطراف رجل خالص والحمد لله من اول من 6 جلسات وحسنت تماما يعني الحمد لله وبعدين استخدمت هنا الاكسوجين النشط فالحمد لله الحالة تحسنت الى حد كبير حسس ان الواحد الحمد لله بقى يعني الى حد كبير او ناشط جدا كويس الى حالة كبيرة مفيش عنده هتة الكسل منعنش كده على طول فايق بعني خمس سنين بتعالج من حصية الرابو حصية جمع طيس بدأت اخذ الجلسات ودي خمس جلسات نسبة التحسن 60% كانت عندي حساسية من 10 سنين كده وتعبانة وبالهج وبنعت ما قدرش افطع السلم دور اول ولمش خطوتين في الشارع مع الاكسوجين النشط دلوقتي عندي الاكسوجين النسبة بتاعتي 98% كنت تعبان جدا بالحساسية وعذرت القلب ما عرف شمسي ما عرفش أصلي قدت ثمان جلسات ولاقيت يعني جلسة عن جلسة لقيت الحمد لله رب العالمين بلا مستبايع لوقتي اخذ نفس كويس جدا كان عندي لغة وعندي سكر وعندي حساسية في سيدي وكان عندي تنميل في رجل وكنتش عادة نقف كنت نروح الحمام بالعافية انا خدت 10 نقصات والحمد للتحسن وكله كنت بعاني من حساسية في السدر ان انا نفس على طول كان بيقفل خصوصا في الجو اللي هو التقيل الوحش ده اخدت 12 جلسة عند الدكتور نادل الحمد لله في تحسن اكتر من اول الحمد لله عبدالله كان بيعاني من كهرباء ودمور ووظائف الكلا وحساسية الصدر وحساسية بجوب أنفية بعد رابع الجلسة ما شاء الله وقفنا نوعين بخخات من الصدر الجبل الأنفية أما الكهرباء بعد الجلسة السبع عملت رسم المح بسم الله ما شاء الله فيه تحسن بنسبة 30% بعد الجلسة العشرة فرط الحركة تحسن بنسبة 40% وظائف الكلا من رابع جلسة بدأت تنزل من 400 إلى 220 بعد كده 160 حاليا 90 يعني ما شاء الله ربنا يا رب يشفي الجميع والله العظيم أنا فرحانة وزقطة فالأكسوجين الناشط عمل إيه دي أمراض مناعية إحنا قلنا هنتكلم حاجة حاجة يعني إيه مراض مناعي مراض مناعي معناها أن ربنا خلق لنا في جسمنا حاجة اسمها الجهاز المناعي الجهاز المناعي ده مش عضو زي الكبد والطحال لا ده موجود في كل أجزاء جسمنا المصنع بيكون في النخاع وفي الكبد والطحال وفي غدر لنفوية موجودة في كل مكان وظيفته أنه لما ييجي أي حاجة غريبة تخش الجسم يروح يعمل أجسام مضادة هاجم الحاجة الغريبة هو بياخد طبعة من الجسم الطبيع عشان يعرف الحاجات دي طبعية طيب لما يخش بقى حاجة بكترية أو فيروسية أو أي حاجة يعمل أجسام مضادة هاجم الحاجة دي لما بيحصل مرض مناعي يعني معناها الجهاز المناعي يعمل أجسام مضادة هاجم الجسم مش تهاجم حاجة غريبة تشوف الجسم على إنه شيء غريب فات هجمه فمثلا حاجة زي الروماتويد الروماتويد هو التهاب بسيط بيجي في المفاصل الصغيرة يبدأ الجهاز المناعي يعمل أجسام مضدها المفروض يروح يهجم للتهاب وبيروح يهجم المفصل نفسه فياكل في الغضروف وينشف السائل فيحصل احتكاك فيحصل ألم فيقوم العيان الصبح عنده تيبس فيه ألم شديد بياخد أدوية كتيرة جدا مسكنات العلاجات كلها عشان تصبط الجهاز المناعي كورتيزون أو كيماوي ومسكنات بتضر في الكلة الأكسجين الناشط بيعمل الآتي بيرجع جهاز المناع على طبيعته يصبطه ويزبطه يعني يخليه يتعرف على الجسم على إنه طبيعي مرة أخر الالتهاب اللي موجود هو احنا اتفعنا أنه هو بيقتر كل أنواع البكتيريا فالالتهاب هو بيضيعه يحسن السائل اللي موجوده بالتالي ما يحصلش احتكاك ما يحصلش ألم فالمريض يقوم الصبح الألم اللي كان موجود راح يبدأ يتحرك يعني أنا عندي مرضى مثلا ما يقدرش يمسك مجر ما يقدرش يمسك ألم ما يقدرش يفتح أكراه ولو مسك حاجة بتقع من إيده يعني ما يقدرش يبقى متحكم فيها يعني كان في حد في الفيوم أول مرة جات كان ولادها سهيلينها يعني ما بتقدرش تمشي يعني ما خدت الجلسات كان بتقول لي مش بقدر أدوس على كولمن مش بقدر أفتح الباب مش بقدر أخش المطبخ بعد ما خدنا الجلسات هي بتيجي لوحدها دلوقتي ولادها مش موجودين فبضحك معها بقول لها فين الولايات تقول لي مش محتاجاهم خلاص مش عايزاهم يجوا أنا الحمد لله بقيت كويسة طيب أنا أعرف فندي أنا أعرف أن في زملاء لنا فنانين عندهم يعني هم كبار سنا يعني ومقاما وقدرا عندهم بعض الأمراض المناعية وأنا عارفة اتصرف صرفوا قد إيه هل إن شاء الله الحل كمان يكون عن طريق حضراتكم طبعا إن شاء الله بإيه أنا أحاول والله أعمل يعني أبلغ زميلي دول لأن ده علاج طبيعي ده أكسوجين مش كمية بالظبط حاجة طبيعية بدون أثار جانبية ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي وربنا بيجعلنا سبب ده يعني حالة آية حالة آية أول ما جات لي في الصعيد البنيوتة الصغيرة أول مرة جات لي هي مامتها جاية هي وخلتها الحقيقة ما كانش وشهاها بس لأن مامتها لا جسمها كلها أعيوة لا 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 فيه صورة تانية بس مش تقدر نقدر نعرضها لأنه الجلد بتاعها ده بيبقى زي ما هي قالت رجاج الفطير يعني الجلد ده كله بيقع أول مرة جاولي يجيولي فيها فتحوا فوطة لقيت فيها جلد يا حبيبتي فبقول لهم إيه ده قالوا لي هي كده جلدها بدوافرها بيقع وبعد أسبوع يطلع تاني وبعدين يقع تاني لا حول القطع إلا بالله وإحنا روحنا كل حتة لدرجة أنهم راحوا على حدود ليبيا في حتة اسمها كسفريت أو حاجة زي كده وبرده ما فيش فايدة لأن الناس بتلجأ بقى اللي هو روح مش عفت فيني نفسك في الرمل روح مش عفت فيه مياه كابرتية مش عفت عودي فيه هالكلام ده فكانت بتقول لي حتى تحجزنا في المستشفى الدكاترة كانوا خايفين من شكلها أنهم يقربوا لهم يا حبيبتي فأنا قلت لهم طالما مرض مناعي إن شاء الله ربنا يكرمنا وبإذن الله إن شاء الله يجيب نتيجة فلاقيت آية بتتنطط وفرحانة فبقول لهم فيه إيه فرحانة ليه أريد لسيا ما تقدرش تطلع من البيت ما بتروحش مدرسة لأن شكلها بيخافوا منه طبعا فهي محبوسة في البيت ما بتقدرش تخرج بعد ما خدنا الجلسات أيا بدأت الأمور تتحسن بالطرقها دي فبدأت تروح مدرسة بدأت تخرج تلعب مع الأطفال عادي يا فالده مش عط طبيعي جدا طبيعي جدا يعني سورة العليمين ما أنا بقولك ده إعجاز علمي والله إعجاز هي كمان على فكرة ما حدش كان عارف شخصها يعني أنا حتى بعدت الحالة لزميلي بعدتهم برة بعدتهم عشان أخد رأيهم في الحالة عشان نعمل حاجة ما دي فرانشال دياجنوزيس إيه يا جماعة التشخيصات اللي ممكن تكون حالتها لأن هنا ما حدش كان عارف شخص الحالة فهي نوع من أنواع الصدفية ولكن الشديدة قوي اللي بتخلي الجلد فعلا كله بعد حالة آية أنا شفت بقى حالات كتيرة جات لي بنفس الطريقة أطفال صغيرين بنفس الطريقة فحالة آية حالياً دلوقتي من رمضان وقفنا العلاق خالص الله أكبر آية رجعة طبعية خالص الحمد لله وناليا وجايب التاجل من اللي بيناور لا بس تاجل البرانسيس آية طيب دكتور أنا أولاً الوقت خلص وأنا يعني لا لسه عندي كلام في أمرات كتير والتصلب المتعق أمرات كتير جداً جداً أولاً عايز وقت من حضرتك إنك تشرفني تاني إن شاء الله طبعاً لو سمعها تاني حاجة الخصم بعد إذنك في ثانية خصم أديه خصم من 20% لـ 50% للأسف الفاقرة خلصت والحلقة كمان خلصت استنوني دايماً على قناة تن وبنت البلد سلام عليكم